لكل عشاق الأهلي أينما كانوا أهلا بيكم وحلقة جديدة من الأهلي خط أحمر أهلا بيك يا أساني أهلا بيك يا فارس وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر طبعا بعد مباراة الأهلي والزمالك وهاء الهزيمة وفلدان بطولة كأس مصر فارس يمكن يا أسامة اللحظات اللي زي اللي احنا فيها دي أو لحظات الإخفاق هي لحظات في تاريخ النادي الأهلي استثنائية مهما كانت الظروف المحيطة ومهما كان المشهد اللي انت شايفه هي لحظات استثنائية لأن النادي الأهلي مقارنة بأي منظومة أخرى رياضية في إفريقيا هو الوحيد اللي دايما لحظات انتصاراته أكبر بكتير جدا من لحظات الانكسارات أو لحظات الإخفاق وعشان كده احنا بنكلمكو بقلب مفتوح هنا أنا وأسامة عهدنا دايما ان احنا قريبين منكو نهاردة مش بس بنكلم كنتو احنا كمان بنكلم نفسنا وبنتكلم بصوت عالي من داخل النادي الأهلي ومن داخل قناة النادي الأهلي عايز أقول ان طبيعي الجمهور يكون في اللحظات دي عنده غضب وهو غضب مشروع للأمانة ليه؟ لأن زي ما قلت الإخفاق في تاريخ النادي الأهلي هو استثناء والاستثناء دا دايما بيكون شعور غير معتاد بعكس القعد فلما تمر بلحظات غير اعتيادية هي دايما بيكون سلوكك فيها في حالة من الدهشة مش دا اللي أنا متعود النادي الأهلي عليه بس خلونا نرجع كده وبنفس منظومتنا دي احنا لحد قريب جدا كنا بطل أفريقيا لسنتين على التوالي وخسرنا اللقب في المرة الثالثة كنا أبطال على مستوى العالم بالبرونزية مرتين كنا أبطال السوبر الإفريقي إذن لما فكر كده وبشكل واضح عندنا القدرة على النجاح تاني آه لأن احنا عندنا سابقة للنجاح بنفس مكونات بس ايه المطلوب؟ المطلوب نصارح نفسنا زي في لحظات النجاح ما كل منظومة النادي الأهلي بلا استثناء وأنا يعني بلا استثناء بتاخد الكريدت وبتاخد الإشادة فإذن منظومة النادي الأهلي كلها أيضا بلا استثناء لحظة الإخفاق تتحمل نسب متفوتة من هذا الإخفاق ولازم نصارح نفسنا بده عشان نعرف نبني البكرة والحل الأساسي في رأيي هو مش في فكرة ان احنا نراهن على حاجة جمهورنا طول الوقت بيدعم النادي الأهلي وحيظل يدعمه وده شيء بديه ولكن احنا محتاجين نبعد بالفارق انت بتشوف النادي الأهلي بيحقق بطولات عاملة ازاي وبتقزم إعلاميا على الجانب الآخر بنرى بعض الفرق ازاي بتحصل مبلغات كبيرة جدا في بطولات بيحققوها ازا انت مطالب تنجح طول الوقت ومطالب توسع الفارق ما بينك وما بين المنافسين في حلول كتير وانا ما بقولش دفترات انا عارف مع نهاية الموسم في حاجات كتيرة جدا مختلفة في حلول كتير جدا في موسم جاي انت دخله بشكل مختلف في حاجات كتيرة جدا هتتعمل بس كل حاجة ولها وقتها وكل كلام الزكاء في توقيته كل كلام وانا بكررها امتى يتقال ايه وامتى يتقال ايه اللي حيتعمل وايه اللي بيتعمل لان ده في مصلحتك لان انت لسه جوه سبق وعشان حتت جوه سبق ده في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها ولازم نوقف عندها في حكمة بتقول ان انت دايما اصعب شيء ان انت تفقد الامل في النجاح وطول ما انت بتراهن على ان انت عندك حظوظ ولا تيأس فهنا الفشل غير محقق يعني ايه كلام الكتير ده يعني ببساطة شديدة جدا ان انت عندك بطولة لسه متبقية انا ما بكلمكش انا ما كلمش اي حد بيشوفني في حتة غنوة يعمل مسئوليات كل حد فينا عليه دور جمهور النادي الاهلي ساند طول الوقت وطلبنا منه المساندة وساند ما بقولكش اعمل حاجة انت مش بتحسن في الملعب بس بقولك حاجة واحدة بس اقف بينك تحمل فريقك مسئولياته في اللي جاي يعني ايه يعني ما تقولش الدور خلص دي كلمة غير مقبولة مش معنى ان هي غير مقبولة ان انت عندك حاجة كمشجع ان انت اللي هتحسن لقب لا انت لك نسبة بس في تاريخ النادي الاهلي ده عمرنا عمرنا مسلمنا بطولة للمنافس من شرف النادي الاهلي الرياضي ان البطولاته انتزع منه بصعوبة عمره مسلم بطولة للمنافس ده تاريخنا 54 كنا بعيد جدا في ترتبنا في المسابقة وانهنا المسابقة كبطل 96 97 والمنافس عنده فريق الاحلاب رجعنا برمنتدة تاريخية 2011 مع عودة منو الجزيل وحنروح بعيد ليه 2019 اصلا انت حتقول لي بس الظرف دلوقتي واحنا خسرنا افريقيا وخسرنا الكاس لا 2019 كنا بنخسر النتيجة الاسوأ في تاريخنا من سانداونز بخماسية وخدنا في 2019 معرفة بأصعب واهم والاز دوري انت عندك مباريات جاية 11 مباراة والمنافس 9 مباريات عندك الجونة مصر المقصة والمقاولين 3 ماتشات جاية المنافس بتاعك بيلعب اصعب مباريات هي عنده او متبقية في الموسم التلات مباريات اللي بتواجههم وهي سموحة فيوتشار بيرامدز على ترتيب الجدول اذا مطلوب منك ايه مطلوب مش هنا بكلم المشجع بس انا بكلم كل حد في المنظومة انت لازم تحمل كل واحد مسئولياته اوعى تستسلم ايه الحكمة من انت تستسلم غير انك انت بتهدي البطولة للمنافس وبترفع الضغط عن فريقك ما ترفعش الضغط قول للفريق الاهل تاريخه اللي انا براهن عليه بيقول انك مطالب تحقق البطولة دي ولا مزيد من التقصير انت مطالب تحقق البطولة وتاريخنا علمنا كده ومش هنسمح بان ده ما يحصلش ان احنا نفرط في البطولة على الجانب الاخر ايه الحكمة من انت تقول للمنافس بتاعتك خلاص انا استسلم ما فيش استسلام وبكرا عندنا بطولة مهمة وانا زي ما بقول عمرنا ما حنوقف نتفرج ونتيجة غضب مشروع من الجمهور اللي شايف فريقه ما ينفعش غير انه يكون البطل حنوقف نتفرج والخط بيكر مسيماني مبارح كابتن سار عبدالحفيز النهاردة ويعالم مين بكرا لا المنظومة دي نجحت قبل كده ومطالبين نحمل مسئولياتنا ان احنا ننجح تاني وزي ما نجحنا قبل كده نقدر ننجح تاني بس بشرط ان يكون عندنا الرغبة ويكون عندنا قدرة ويكون عندنا من تاريخ النادي الاهلي ان احنا بنرميش الفوطة تاريخ النادي الاهلي مفهوش رمي فوطة مش بس مفهوش رمي فوطة يا فارس لكن كمان تاريخ النادي الاهلي كان أهم ما يميزه هو التعامل مع الإخفاق. دايماً وأبداً فيه طبعاً مميزات كتير للنادي الأهلي. لكن عند البطلات كان دايماً يتقال النادي الأهلي قادر أنه يتعامل مع الإخفاق. قدرنا في الظروف دي نتعامل مع إخفاق. هو فيه إخفاق أصعب من إخفاق. ماتشي سانداونز والهزيمة بخماسية. ويكون مباراة العودة. اللي استاد متأفل عن آخره. وتكسب واحد سفرة فقط لغير. فيكون الرد بإيه؟ تراضي الجماهير ده بكلمتين؟ هتقول لهم إحنا نبقى كويسين؟ لا. كان لازم ترد أنك تحق بطولة. كنت انت بعيد. قوي قوي فيها. كنت انت مركز 18. وفي يناير كان بيتقال عليك الأهلي في المنطقة الدافئة. فأعتقد كانت الظروف صعبة جداً. ولكن لما تحلينا بروح الفانيلا الحمرة. الجزء المشارك دايماً للتعامل مع الإخفاق. هو روح الفانيلا الحمرة. غياب روح الفانيلا الحمرة. بالتأكيد معناه غياب البطولة. بالتأكيد معناه عدم القدرة أو فقدنا ميزة التعامل مع الإخفاق. جماهير النادي الأهلي. الغاضبة حالياً. واللي من حقها تغضب. لأن الجماهير هي العنصر الوحيد اللي في المنظومة اللي على مدار تاريخه بتدفع. ما بتاخدش جرسعادة. مش محتاجة منك جرئ إنك تبسطها بالليل بعد المباراة. الرجل يروح بيته مبسوط. محتاج بس فقط لغير ما يجيش رسائل للناس. إحنا دمنا محروق. مش جاي لنا نوم. ده حقيقي. جماهير النادي الأهلي. إحنا علمناها إن الأهلي عندها بالحياة. إحنا اللي صدرنا الصورة الزهنية دي. وهم اتعودوا إن الأهلي لازم فوز. فبالتالي وقت الإخفاق أكيد لازم يتم احتواء. ولازم يتم احتواء مش بإن أنا بقول كلمتين قدام شاشة أو بنزل بوست أو بنزل اعتذار. أحتوي بإن أنا أظهر إن أنا هطلع أقصى ما عندي. آه فيه مشاكل. فيه ضغط مبريات. فيه سنتين 24 شهر بنلعب. فيه لعيبة. كلنا متفقين. مع حتى الجمهور الغضبة. الجزء كبير جدا على قدر كبير من الوعي بيتكلم إن فيه خمس لعيبة في الفريق الأساسي. فعلا محتاجة راحة. ولكن فيه لعبين آخرين كانوا بيطلبوا في أوقات كتير من الموسم بإنهم ياخدوا فرصة. فلما جات الفرصة ما كانش فيه. روح تخليك وإنت بتخسر مباراة. إنك راضي عن أداء الفريق. إنك حاسس إن الفريق عمل عليه. طيب تعرضنا لده كتير. تعرضنا لده كتير جدا. فرص استعرض مجموعة دوريات قدرنا نحققها. أنا عندي يعني موقف واضح جدا في الدور اللي إحنا خسرناه أمام لإسماعيلي. في مباراة غزل المحلة 2-0 في المباراة الفاصلة. بعدها بإسبوع كنت بتكسب الزمالك في كاس مصر. بعدها بالزمالك في كاس مصر 2-0. لما نزل كابتن جمال عبد الحميد. يطلب من جمهير نادي الزمالك إنها تشجع الزمالك قبل ما تسيب الملعب. الفريق اللي كان خسران دوري ده. هو الفريق اللي وصل للمنافس. إن انت ما تقدرش تكمل المباراة قصادي. لأن المباراة أنا حاسمتها. أنا عايز أشوف ده. جمهيري النادي الأهلي أكيد عايزة تشوف ده. بالتأكيد فيه أخطاء. وبالتأكيد فيه بعض التحامل. وبالتأكيد فيه بعض التقدير لبعض اللاعبين. لكن هل إحنا هنصل بعد الإخفاق إننا نعد نوجه أسلحتنا في وش بعض. هل ده النادي الأهلي؟ بالتأكيد مش ده النادي الأهلي. بالتأكيد كل شخص موجود في منظومة النادي الأهلي. الإخفاق بالنسباله عنده نفس الشعور بل يمكن أكتر من الجماهير. لأنه هو اللي في المشهد. هو اللي موجود في المشهد. هو اللي لازم يحل المشكلة. حتى لو كان هو جزء من المشكلة. طب اتحلت المشكلة قبل كده اتحلت مع مباراة سانداونز وقدرنا نتخططها وقدرنا نعمل حتى بعد مباراة الترجي وخسارة المباراة النهائية طلع الكابتن محمود الخطيب هنا في قناة النادي الأهلي اعترب ببعض الأخطاء وبعض الملفات لم تكن إدارتها بالشكل الكافي ده اعتراف رئيس النادي. طب اشتغل على ده؟ اه اشتغل على ده. عمل موسم صفقات تاريخي في يناير نروح لثلاث نهائيات على التوالي قدرنا نحق منهم بطلتين نحق منهم برونزيتين كاس عامل انداء في ظرف كان تفتقط 15 لعب. ليه قدرت اتحقق البرونزية؟ ليه؟ ليه بالنسبة لجميعنا مباراة منتري مباراة التاريخ ليه؟ لان كان غايب عندك 15 لعب لكن ما كانتش غايب عندك روح الفنيلة الحمرة. لو غابت عنك روح الفنيلة الحمرة ما تسألش عن بطلات ده اللي بيميز النادي الأهلي تعامل مع اخفاق بعودة الروح تعامل مع الاخفاق بانك تطلع اقصى مع عندك. كنا كلنا فخورين باللعيبة اللي كان منهم لعيبة ناشئين. او المشاركات اليوم او الجمهور تعرفهم كان بيخال كاس ربطة. بيعابوا بناشئين لعبوا قدام منتريه. اللي انت تغلبته قدامه مرتين وقدرت تتخطاه عشان تعمل حاجة تاريخية. تدعم فكرة الأهلي بمنحضر ما هدي المواقف اللي بتدعم فكرة النادي الأهلي بمنحضر. احنا عندنا مواقف في الدوري صعبة اه صعبة. بس بالصعوبة اللي احنا شفناها انا شايف. لأ مش بالصعوبة دي. تقدر. تعديت أصعب من ده. فتقدر تعدي ده. بس ايه؟ روح الفنان للحمر. التعامل مع الاخفاق. لو انت عندك مشاكل من ضغوط اقفل على نفسك. اقفل على نفسك. لو مشاكلك الضغوط. لو انت عندك مشاكل في التعامل مع بعض اللاعبين المجهدين ريح بعض اللاعبين المجهدين. انت عندك سكواد كلنا كنا بنتكلم و احنا داخلين الموسم ان احنا عندنا فريقين. مش فريق واحد. عندنا بدل اللاعب مركز مركزين. فيه اه بعض اللاعبة بالتأكيد بتصنع الفارق. ومستحيل البديل يكون قريب من الاساس. فانديك كل انديك العالم. لكن عندك جودة لعبين تقدر مع عودة الروح انك تتفوق على الاقل. على الاقل تحي امالك في الدوري بقوة الاسبوع ده. اه الاسبوع ده. النهاردة السبت. لغاية السبت القادم انت عندك تلات مباريات. ان شاء الله بكرة مباريات الجونة. ثم مباريات المقصة. ثم مباريات المقاصة. ثم مباريات المقاولين العرب. تسع نقاط. حقق الاعلامة الكاملة منهم. وتأكد فرصك في الفوز بالدوري. هتزداد بشكل انت ممكن لا تتخيله كلاعب. ليه؟ لان بالتأكيد المنافس عنده تلات مباريات. في مباراة منهم سموحة. سمو مباراة طموح. وامال في الدوري. واحنا طبعا للأسف بنتكلم عن ان المنافس لازم يتم. ان هو يتم عرقالته او يخفق. لان احنا وصلنا للمرحلة دي. ما بقاش القرار قرارك. ما بقاش انك تفوز فقط لغير تحسم البطولة. لكن القرار اللي هو قرارك ان انت قدامك حداشر مباراة. حداشر مباراة حاول تصالح جماهيرك. حاول تقدم اقصى ما عندك لانك تستحق. لما نيجي نتكلم عن 24 شهر من بعد اقاف الدوري بسبب فيروس كورونا. وعودة النشاط الرياضي مرة تانية. النادي الاهلي من 12 استحقاق محقق 8 استحقاقات. بمعنى محقق 6 بطولات. منهم 4 بطولات قرية. محقق دوري شبه كان محسوم قبل كورونا ومحق بطولة كاس بعد مباراة القضية. ثم بعد ذلك حق برونزيتين. انا مش هادر اسميهم بطولة. ولكن هسمي تحقيق انجاز نقدر نسميه كده. خاصة في البرونزية الاخيرة. واول جيلي حق اتنين برونزية على التوالي. فلازم اسميه انجاز. فده 8 استحقاقات. ورد جدا يكون بالنسبة لك كجماهير مش كافي. حقك انت تعودت في ان الاهلي يفوز. ولكن الكرة دايما بتحمل الفوز والهزيمة والتعادل. وعارف ان اللي محزنك بالتأكيد. مش انك فقدت بطولة قد من انك ما شفتش اداء. او شفت اداء مش معتاد ابدا. تشوف في النادي الاهلي عليه خاصة في الشوت الاول من المباراة. لكن انت حققت انجازات. اه. كم منافس بقى حقق الانجاز ده. لو رحنا لنادي الزمالك حقق دوري وكاس. في الاربعة عشرين شهر. نادي الوداد البيضاوي بما اننا بنتكلم في افريقيا حقق بطولة افريقيا. السوبر الافريقي انت فزت بالسوبر. نادي فيوتشر حقق كاس الرابطة. حتى لو انت لعبت بناشئين فهي بطولة انت شاركت فيها. حقق كاس الرابطة. نادي تلقى الجيش حقق السوبر. اذا انت في الاربعة عشرين شهر دول. وبرغم ان انت مريحتش ولا مباراة ولا وقت. ممكن لعبتك الدولية موجودة في المنتخب من بطولة عربية لبطولة افريقية. ودايما النادي الاهلي سيظل دائما دعم للمنتخبات القومية ودوره الوطني. لما تعرضت المصالح النادي الاهلي بتاريخه كان لازم يختار منتخب مصر في قوم افريقيا. وعشان كده كان في رجالة في النادي الاهلي قدرت تجيب البرونزية في غياب اللعيبة الاسيين. مع الاصابات اللي انت فقطتها على رصاها اقرم توفيق وبدر بنون. وهم عنصرين مهمين جدا. ولكن كل ده. كل ده بنركنه على جنب. عندنا 11 مباراة هتبدأ من بكرة. جماهير النادي الاهلي بتطالب لعبيها انها تشوف روح الفنانة الحمراء تاني. انا مش عايز اقعد اتفرج على مباراة. بس تقبل هدف بحس انا مش عادرة اتعادل. الاخفاق اخر لمنتدى عملتها مباراة امبي اتنين واحد. وما قبلها كانت مباراة المقاولين العرب. تلاتة اتنين في الدوري الموسم الماضي. لا. اكيد. اكيد كلنا مش راضين على ده. ولكن في صورة انا وقفت عن ده بشكل كبير جدا. لان الصورة دي معبرة عن حالة الشوت الاول في نهاية كاس مصر. وان القصة مش قصة خسارة بطولة كاس مصر. انت طبيعي جدا معارض انت تخسر بطولات. ده طبيعة الحال. وطبيعي جدا حتى الاستثناء اللي بتكلم عليه فارس هو استثناء بيتكرر كل سبع ثمان سنين. ده طبيعي. بيتكرر. فدي كرة القدم. ولازم نتقبل بقواناها. ولازم نبقى عارفين ان فيها فوز وفيها اخسارة. ان فيها ايام حلوة وايام اكيد همش هتكون حلوة. بس لازم وانت عارف ده تبقى عارف ان انا لما اخسر اكون بقدم الصورة. ان انا اطلع اقراضي حتى انك قدمت كل اللي عليك. انا عايز صورة عم حارس. صورة عم حارس. اللي بالنسبة لي توقفت عندها كتير. وبقدم له اعتذار. بقدم له اعتذار ان احنا وصلنا التاريخ ده لللقطة دي. اللقطة دي. لقطة بتعبر عن حال كتير من جماهير النادي الاهلي. الراجل اللي قدامكم ده. راجل تاريخ بمعنى الكلمة في النادي الاهلي. من طفولته وربنا يبارك في صحته. ويبارك في عمره يا رب. شاهد على تاريخ للنادي الاهلي. شاهد على انجازات وبطولات وعلى اخفاقات. ولكن انا ظن للشخصي ان عم حارس ما وصلش ابدا في المبرامة المبرات ان يكون شكله بالشكل ده. عم حارس اللي ما يقارب من 88 بطولة في تاريخ النادي الاهلي. يعني لما تيجي تتكلم عن عم حارس. هتقول بعد النادي الاهلي. يوجد عم حارس. فيه اندية كتير في افريقيا. بل معظم اندية افريقيا. بل مش يكون مبالغ. لو قلت كل اندية افريقيا. ما حققتش نفس عدل البطولات اللي حققها عم حارس. فاحنا عم حارس بنقول له احنا بنعتذر. بالتأكيد. واللي اعتذار من اللاعبين لازم يكون في الملعب. ومن الجهاز الفني في الملعب. ولكن عم حارس قال الجملة. هي عبقرية جدا. من عبقرية عم حارس وخدمته للنادي الاهلي على مدار تاريخه. ان النادي الاهلي لو وقع له الف اومة. واحنا منتظرين من اللاعبة ومن الجهاز الفني ومن مجلس ادارة ومن كل مسؤول. رد تفعل في الفترة القادمة ترضي طموحات جماهير النادي الاهلي. وعشان انت احمد بتختم بحاجة مهمة. ان احنا منتظرين. ودموع عم حارس هي مش في موقع قدرته على تغيير اللي جاي. مش عم حارس. مش عم حارس اللي غير اللي جاي خالص. وفي حاجات زي ما قلنا ادارية. اكيد حتتغير. بس لا وقتها. انما بكرة بتاع اللاعيب. بكرة بتاع اللاعيب. جمهور الاهلي زي ما قلت. انا بشوف ان فكرة ان احنا نوجه كتير لجمهور الاهلي يعمل ايه. جمهور الاهلي طول الوقت هو في ظهر النادي الاهلي. انما عشان تبقى في ظهر النادي الاهلي. اوعد شيل الضغط من عن اللاعب. الدوري الموسم ما انتهاش. وحتتتحاسب عليه. هتتحاسب عليه كويس. مفيش حاجة اسمعها هنفرط في الطول. لو نعرف بقى اللاعيبة زي ما قلت لكم صورة دموع عم حارس. لا فيه صورة دموع تانية. وفيه صورة زعل تاني. لو استعرضنا محمد عبد المنعم وإيه? لعبة النادي الاهلي. ده محمد عبد المنعم وغيره من اللاعبين كان قفشة. وكان لعبين كتير جدا. هنا اللي انا عايز اقوله ايه? دموعك مختلفة عن دموع عم حارس. بتحب النادي? اهو عارفين طبعا انك بتحب النادي. مين يقدر يقول غير كده? بس في نفس الوقت دموعك دي تتغير باللي جاي في الملعب. زعلك ده يتغير بانك تصالح جمهورك. زعلك ده وحزنك ده مردوده انك تموت نفسك في الملعب. هو ده اللي انا منتظره منك. انا مش منتظر ان ده هيكون نهاية المشهد. انك تصالحني مش انك تبقى زعلان. انك تصالحني انك تبقى واقف اخر الموسم. رافع درع الدوري وبتقوله الجمهور معلش. ده الحد الادنى اللي انا قدرت افرحكو بيه السنة دي. مش انك انت توريني المشهد ده تاني. المشهد ده رده اني مشوفوش تاني. مش ان انا افرح بيه. ده اللي احنا منتظرينه منكو في اللي جاي. هو بس الدوري مش هيكون الحد الادنى. لان احنا الموسم ده مقدمين السبر الافريقي. وزي ما قلنا برونزية كأس العالم اندية. ووصلنا نهاية افريقية وملابسات النهائي كلها واضحة. احنا بالتأكيد مش عايزين نكون جايين نقصوا على حد. لأ. احنا جايين نقول ان كلنا مسئولين. كلنا مسئولين. وكلنا محتاجين اننا تحمل المسئولية. وده وقت الاخفاق والتعامل مع الاخفاق. عشان كده بنتطالب ان فقط لغير نلاقي مرة تانية تيشيرت النادي الاهلي. الشوت الاول من مباراة نادي الزمالك كان شوت سيء بشكل لا نتخيله. لم يمر علينا مباراة قمة. كنا في الشوت ده. قدرنا نعالج الشوت التاني. واستحوزنا تماما على الشوت التاني. ولكن كان مباراة الكؤوس خلاص. يعني اتأخرت 2-0 فكان الامر صعب جدا. هنروح لكل حاجة في مباراة نادي الزمالك. ولكن يعني كان عندنا لقطة مهمة جدا ومميازة جدا للعبنا طبعا مؤمن زكريا. ربنا يشفي يا رب ويتم شفي على خير. اللي كان دائما وابدا بيتقلق في مباراة القمة. مع النادي الآلي. وبيسجل أهداف في مرمى نادي الزمالك. كان شيء جميل جدا من المنظمين للمباراة واتحاد القرى. ولقطة وجود مؤمن زكريا. واهتفات جمهير الآلي والزمالك. للأمانة كانوا مع مؤمن زكريا. والإشارة الشهيرة بمؤمن زكريا. فمؤمن سيظل آيقونة. آيقونة للعب المجتهد. آيقونة للعب اللي ساب بصمة في قلوب كل جمهير كرة القدم المصرية. سواء وبيرتدي تشيرتي النادي الآلي. ثم الزمالك. ثم الآلي مرة أخرى. فكانت لقطة مميزة. ربنا يعني يشفي مؤمن زكريا. ويتواجد دايما في اللقاءات النهائية. ودايما بنحب نشير لمؤمن زكريا. لأن دايما بنقول أن عمرنا ما ننسى دور مؤمن زكريا. كلاعب مهم وملهم في قرة القدم المصرية. لكن أكيد فارس قبل ما نروح لما هو متعلق بنادي القيمة. وعندنا متشجونة. وعندنا أخبار عن بعض الإصابات. والتعامل معها. فأريد إيه؟ نبقى برضو بنحط الناس في الصورة. ونطم الناس على القيمة. قيمة النادي الآلي. أعتقد هي بداية مهمة جدا لمباراة الجونة. اللي انت أخذ تلك مواجهات معاه. للأسف كانت نتائج سلبية. تسببت فضائع الدور اللي فات. والموسم ده فقط نقاط. وده من الحاجات اللي مهمة جدا. كدفع بكرة. لنها ما تتكررش. قيمة النادي الآلي جاءت فيها بعض الأسماء اللي أعتقد هتهم الجمهور كمان عودتها. محمد الشنية. موجود في حراسة المرمى. وعلي لطفي ومصطفى شوبير. رامي ربيعة. متولي عبد المنعم. ياسر إبراهيم. أيمن أشرف. محمود وحيد. علي معلول. كريم فؤاد. محمد هاني. حمد فتحي. السلية. أفشة. عبد القادر. محمد فكري. وليد سليمان. لويس. ميكيسوني. وموجود أيضا في الهجوم. حسام حسن. طبعا دي لعطات من تدريب النادي الآلي النهاردة. واجتماع ما قبل التدريب. وطبعا عندنا بعض الأخبار. برضو بندفع ضريبة المواسم والتحام المواسم. ونجاح النادي الآلي الأفريقي. ويمكن بعض جميل النادي الآلي بتزعل من القصة دي. ولكن هو فيه واقع على أرض الملعب. أن أنت 24 شهر متواصلين. بتلعب 23 مباراة في 75 يوم محلية. وإنت من أول شهر أكتوبر لغاية شهر يونيو بتلعب 23 مباراة. فطبعا عندنا إصابة محمد شريف. يعني للأسف موسم محمد شريف انتهى بالنسبة لنادي الآلي. لأن الغياب طول لمدة تصل إلى شهرين. عندنا أيضا مكسوني رجع. عندنا كوكا هيغيب 3 أسابيع برضو. بسبب مزء الخلفية. غير أن طاهر لسه مصاب ومشاركته. هتكون أيضا بعد ثلاث أسابيع. فدي عناصر مهمة بتضاف لعناصر أخرى. زي عمار حمدي. اللي لسه قدامه شهر واللي افتقدناه في كأس الربطة. وحتى حسين الشحات. يعني برضو أيضا إصابة أخرى للرجبة. ورايح سبير هيعمل أكيد قطع في الغدروف. الإيجابيات اللي عندنا بالتأكيد. عودت برضو. ميكسوني أكيد. ومهم جدا يا أسامة. أنا بشوف أن بيرسيتاو وميكسوني على قد حتى لو اختلفنا عن أداءهم في بعض المباريات. بس مهم جدا أن يكون عندك نوعية من البدائل. ميكسوني لاعب في أوقات في الدورة يقدم مباريات. هو بالنسبة له عودتك شيء مهم. بيرسيتاو وجوده مهم. بالنسبة لي كمان أكرم توفيق حتى لو مش هيكون لدور في اللي تبقى من الدورة كبير. على حسب جهازه الطبي بيحدد. بس عودة أكرم توفيق هي عودة حاجات كتيرة جدا. يمكن شوفناها في مشهد وموجود في الملعب نازل يحمس اللعيبة. على فكرة أكرم مش طبيعته فكرة أن أنا نازل في اللحظة دي أو كاميرات. لا لا لا. هو أكرم كده. هو أكرم فلسفته كده عقليته كده. كل حاجة تتعلق بأكرم توفيق هي علاقة بعودة جزء مهم جدا من شخصية وروح النادي الأهلي. اللي بشوف أن هي بتتجسد في بعض اللعبين منهم أكرم توفيق. بالتأكيد. ونتمنى بس وقت أكرم توفيق. يعني ما نتعرضش لضغط المواسم مرة تانية. ولكن نتحمل بداية عودة أكرم توفيق بالصبر عليه. لأن الراجل راجع من إصابة قوية. ولكن ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فكرة الروح اللي انت بتلعب بيها. طبعا ده بالنسبة لأخبار النهاردة. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمباراة الأهلي في مباراة الجونة بكرة. وتكون بداية عودة المنافسة بقوة. بقوة على بطولة الدوري. إن شاء الله. هنطلع فاصل. وبعد الفاصل هنستعرض باقي فقرات الأهلي. خطأ. مفارقة قدرية شوية. إن محمد الشناوي في يوم خسارة كأس مصر. كان بيتوج بلقب أفضل لاعب داخل أفريقيا. مش أفضل حارس. أفضل لاعب داخل الكارة. إنجاز مهم جدا على المستوى الشخصي. وللنادي القليل. لأنه أول حارس في تاريخ مصر ياخد الجايزة دي. وهنا عايز أقول حاجة. يمكن تعرضت اللقطة دي أو تعرض المشهد ده. تعليقات كتيرة جدا متباينة. بس اللي عايز أقوله. إن ده أكبر حافز لللاعب. محمد الشناوي نبقى بنتكلم كلام غير منطقي. لو ما قلناش إن الحد قريب جدا. كنا بنقول إنه هو أحسن حارس في مصر. مش بس. لا فارق بمسافة كبيرة جدا. بس جزء مهم جدا. الحفاظ على ده والاستمرارية. الجايزة دي في اللحظة دي. هي الحاجة اللي لازم يتشعلق فيها محمد الشناوي. عشان يخرج من كل شيء محيط به نفسيا. عشان يعرف إنه هو لا قادر. وزي ما بنتكلم. مستحيل ده يكون مصطفة. محمد الشناوي اللي في الأولمبياد. اللي أحسن حارس في كاس العام لمنطقة بمصر. الحارس اللي لقاطات كتيرة جدا مضيئة. صعب تخفالها. ومش منطق إنك تخفالها. بس تقدر توجه طاقت زعلك على محمد الشناوي. اللي ممكن تخرج في شكل انتقاد. لإنك تقوله ده أكبر حافز ليك. الجايزة دي محمد الشناوي لازم يحطها قدامه طول الوقت. إزاي أرجع أسرع من أي حد إنه نكون أفضل حارس في أفريقيا في الملعب. وردا على أي حد شاف إنه هو يقدر يسخر من جايزة بالقيمة دي. هو دور مهم جدا لكابتن محمد الشناوي. تحديدا لأنه كابتن الفريق. وأحد العناصر المهمة في غرفة الملابس. ودور مهم الفترة القادمة. فبالتالي نتمنى تكون دافع ليه لعودة تاني محمد الشناوي. لحالته الزهنية في الملعب. لحالته النفسية. وإن شاء الله إمكانيات محمد الشناوي. لو رجع لحالته الزهنية والنفسية. يقدر يقدم المستويات اللي قدمها. اللي حقق بسببها جايزة أفضل لعب داخل القرى. والحقيقة ما فيش لعب مصري خد جايزة أفضل لعب داخل القرى. إلا ما كان أهلاوي. أو إنه كان بيشارك مع النادي الآلي. لعيبة اللي سابقوا وخدوها. كانوا أيضا من النادي الآلي. وده بيؤكد على إنك على مدار تاريخك. دايما وأبدا. الأجذوبة اللي بتقول لعيبة النادي أو لعيبة النادي الفلاني هم أفضل لعيبة في مصر. أنا مش مقتنع به. آه كل نادي عنده لعبين ممكن يشوفهم أفضل لعيبة. لكن الأرقام والجوائز الفردية دائما وأبدا بتروح بنسبة كبيرة جدا. تفوق 90% للعيبي النادي الآلي على مدار تاريخهم. مع كامل احترامنا وتقدرنا للعيب الأندية المنافسة. جميعا بالتأكيد في منهم قامات كبيرة. بالتأكيد في منهم لعيبة أساطير. ولكن الجائزة دي هي جائزة حصريا حتى يزيل لحظة للعيبي النادي الأهلي. عندنا إحصائية مباراة الأهل والزمالي. هنعدي عليها بشكل واضح وسريع. عشان برضو تبقى الناس فهمة أو شايفة أن عندنا بعض الأخطاء اللي حصلت في المباراة. أخطاء فنية. جزء كبير جدا جدا منها مرتبط بالحالة الزهنية. مش بس الحالة البدنية. في قرارات معينة. في اتخاذ قرار معين. ولكن أنت عايز تتعرض الإحصائيات قبل ما ندخل أو نغوص في القصة. وإحنا معاكم في الفقرة دي هنعمل حاجة. الأول هنستعرض أرقام. وعلى فكرة الكلام هنا ليس بكاء على اللبن المسكوب. وكنا وحشين وصاد الزمالك. الزمالك كان أفضل فنيا. وده شيء لا خلاف عليه. ولكن هنا الكلام. عشان إحنا عندنا لسه مباراة مهمة. لازم نشوف إزاي تتجنب فيها ده. نستعرض إحصائيات. زي ما قال لكم أحمد. هيتكلم معاكم في صور أكيد. توضح يعني هي الحالة الزهنية اللي قالها. وأنا هاخد من كلامه. لفكرة إزاي تساعد نفسك في الحالة الزهنية دي. الإحصائيات اللي معانا للمباراة. لو نستعرضها. كان عندنا هدفين طبعا لهدف. التزديدات على المرمى. 14 هدف. 6 انتارجت مقابل 8 2 فقط انتارجت. وده لو بيدي مؤشر. بيدي مؤشر إن أنت كنت ما بتستغلش حتى الفرص اللي بتجيلك. وحالة التركيز كنت قليلا. حتى الاكسبيكتت جولز. ودي حاجة مهمة جدا. إنه للي كان قريب من هدف مقابل هدف بوينت 17. اللي أنا عايز أتكلم فيه. ووضحته قبل كده. إن فكرة يا جماعة الاكسبيكتت جولز خادعة في وقت كثيرة جدا. لأن مدى سهولة فرصة واحدة ممكن تعلى كتير جدا بمعدل اكسبيكتت جولز. فتخلي الرقم يحيلك إن انت كنت تقدر تسجل عدد كبير من الأهداف. وده دايما ما بيكونش حقيقي. لأ وفي نقطة هنا يا فارس مهمة جدا. بعض المواقع في الاكسبيكتت جولز بتعترف فقط لغير بالتزديدات. يعني إن انت تكون سدت أو عملت مشاولة على المرمى. يعني وارد جدا تكون منفرد بالمرمى. بس قدر المدافع إنه يلحقك ويستخلص الكرة حتى لو أنت داخل الستة يرضى. فترى ما ما فيش تسديد بعض المواقع بتعتمد على النقطة دي. فعشان كده ممكن تشوف نادي إزا مالك الاكسبيكتت جولز بتاعته قليلة جدا. برغم إن كان فيه في الشوت الأول. يعني شبه انفرادات بسبب الدفاع المتقدم نكون ابن العبين. فدي كانت نقطة بس حابين نعودها. هناك حاجة كمان مهمة أنت تسديداتك اللي وصلت إن أنت تقدر تشوتها من منطقة الجزاء. أربع تسديدات فقط منهم واحدة فقط اللي راحت أنتارجت اللي هي الهدف. على الجانب الآخر سبع تسديدات قدر يشوتها لعب الزمالك من داخل منطقة الجزاء الأهلي. منهم أربعة أنتارجت وده رقم كبير جدا. كمان على مستوى الركنيات كان تمانية للزمالك مقابل سبع. الأرقام توصلك إن أكيد أنت ما كانش عندك جدارة فنية ولا أفضلية فنية. بس مهم جدا إن إزاي تتجنب ده. خصوصا إن بنفس اللي سكواد ده في لحظات كتيرة جدا داخل الموسم كانت الأرقام مختلفة تماما. بص يا فارس فيه نقطة برضو يعني إيه. إحنا دايما هنا بنتعامل بمصداقية وما بنروحش وراء. يعني أنت صارت زائفة. إحنا للحاجة اللي إحنا كنا متفوقين فيها رقمياً هي الاستحواز. ولكن مش هنفرح زي آخرين بفكرة استحواز لأن الاستحواز كان سلبي. أنت المفترض بيبقى ليك دور من الاستحواز. إنها بتستحوز عشان طول ما أنت بتستحوز بعد كرة. فالهجمات اللي على مرماك بالمفترض تكون أقل. عدد التمريرات كان أعلى للنادي الأهلي. الاستحواز كان أعلى شوط أول وشوط تاني. ولكن في النهاية أنت في الشوط الأول تزديد واحدة فقط لغير. ونترجط على مرمى عوات في الديها 42 من أليو ديانج. فبالتالي شوط سيء جدا. طب ليه وصلنا للشوط السيء جدا ده؟ خاصة أن بدايته كانت سيئة جدا. وهي استقبال هدف من أخطاء واضحة جدا. ده اللي ممكن نستعرضه من خلال الصور لحالات في الشوط الأول. بتقول ليه الزمالك ما كانش محتاج للاستحواز الكتير. لأن انت كنت مساعده أن انت بتلعب بدفاع متقدم. والأسف ما كانش فيه ضغط على حامل الكرة فكنت بتديله الوقت والمساحة أنه يلعب الكرة. دي طبعا كرة من حمزة المسلوسي لعبها شوف المفترض يعني. فيه اتنين سنتر بكس مع سيف الدين الجزيري. اتلعبت الكرة في المساحة وده الطبيعي جدا. ويستغلوا صراعات لعيبة إمكانياتها بتعتمد على المساحة وصراعات. طلع طبعا خطأ كبير جدا من كابتن محمد الشناوي. سيف الدين الجزيري كمل بعدها لعب الكرة حتى الارتداد. الارتداد لو تراحز علي معلول أي من أشرب بيرجع لحماية المرمى. علي معلول المفترض كان يبقى راجع مع أحمد سيد زيزو في محاولة عرقلة أحمد سيد زيزو. لكن للأمانة أنا هنا بقول أن الخطأ اللي حصل من كابتن محمد الشناوي وارد جدا يربج حسابات كل اللاعبين. فطبعا اتلعبت الكرة وجاء الهدف. تعالى لنقطة تانية أو للصورة اللي بعدها. وتشوف إزاي نادي الزمالك كان بيستغل الخطوط تحديدا. وإنت بتلعب بطريقة 4-3-3 فقدر نادي الزمالك وطبعا مدير الفني أنه هو أصلا بيجيد أنه يعمل ستريتش في الملعب. وعنده لعيبة خطوط قوية جدا زي بنشر. هنا كرة دي كانت مع فتوح راحت لإمام عشور. أنا عايزة اكتخال إمام عشور كان واقف كده فعلا في المباراة. واقف يعنيه يعني واقف. واخد وقته واخد مساحته كمان قادر أنه يقرر يلعب الكرة المين. شوفوا اللقطة اللي بعدها كان عنده خيارين. الخيار الأول أنه يلعبها كرة طولية تنزل لسيف الدين الجزيري. والخيار الثاني أنه يلعبها يعكس الملعب ويلعب الكرة القطرية. وممكن بعدها تتلعب لسيف الدين الجزيري في المساحة طبعا وإنت بتلعب دفاع متقدم. دي الكرة اللي طلع فيها الشناوي وخاد فيها أيمن أشرف إنذار. تكتيك طبعا لأنه كان وارد جدا أن سيف الدين الجزيري يستغل المرمى الخالي ويسجل الهدف الثاني. ده بس لأ كان فيه تاني قرات تانية بتؤكد على الحالة دي. دي الحالة طبعا اللي نادي الزمالك. الكرة من عواد عدد لمسات قليل. بتلاقي نفسك وصلت للمرمى. دي الكرة مع أحمد فتوح. طبعا الضغط اللي بيعمله يعني أهلي مع سوارش اللي هو استطر بتعمل. اتنين المهاجمين والأربعة اللي وراه. ولكن شوف المساحة اللي قدام فتوح بدون ضغط. شوف زواية التمرير المفتوحة قدام فتوح. بينزل أشرف بن شارقي. ودي تعاملت معنا في مبارات برامد أو مبارات فيوتشر. لما كان بينزل أحمد رفعت لكن كانت بتفشل في التعامل بسبب جودة اللاعبين. هنا أشرف بن شارقي المفترض. استلم الكرة من فتوح عنده لعيبة بتتحرك في ظهر محمد هاني. وهو إمام عشور اللي على يسار الصورة. فين حمد فتحي؟ مع مين حمد فتحي؟ قافل أي زاوية تمرير ما فيش. طب محمد هاني قادر يقفل زاوية تمرير خط. ده المفترض أن أنت وانت بتعمل ضغط عكسي تكون عمودي. لكن للأسف محمد هاني اتحرك حركة أنا ما فهمتهاش. راح يقفل زاوية ما فيهاش لاعب من نادي الزمالك. وفتح الخط لأشرف بن شارقي اللي هي بالقرب منتاز سهولة استلمها إمام عشور في الصورة اللي بعدها. فكان تحرك بالنسبة لي غير مفهوم على الإطلاق من محمد هاني. طيب هنا إمام عشور المساحة اللي قدامه ونفس الصورة المتكررة الشوت الأول. سيف الدين الجزيري بيتحرك في الهافز بيس ما بين سنتر بكس في المساحة. وما فيش محاولة تاكلنج ولا مرة اتعاملت من أي مدافع هنا عدت ياسر إبراهيم. راح سيف الدين الجزيري انفراد. دي كرة الهدف الثاني كمية أخطاء. بس أنا عايزك قبل ما تروح للصورة اللي بعد دي. شوف احنا وصلنا بكم كرة من محمد عواد لمرمى محمد الشناوي. عواد لفتوح. فتوح لبن شارقي. بن شارقي لإمام عشور. إمام عشور لسيف الجزيري. لا ارجع لي بالصورة اللي قابل دي عشان فيه نقطة مهمة جدا. أنا عايزك الدائرة اللي معمولة دي على بن شارقي. بن شارقي اللي هو فين؟ اللي هو المفترض كان في الملعب في الصورة اللي قابل دي. هاني ساب والمفترض. لكن هاني عدت الكرة وقف. بن شارقي شوف الاسبرينت اللي فتحه. عشان لما سيف الجزيري يخطئ في تسجيل الهدف. تلاقي بن شارقي هو اللي بيضغط على ياسر إبراهيم. كمل. هذه طبعا الكرة. أنا هنا طبعا بن شارقي بمنطقة القوة لدرجة وانت بتثبت الصورة. فيه صورة واضحة جدا. الراجل يعمل انكداد. هنا طبعا عشان نكون أمناء. ما فيش أي حاجة ممكن تخليني أفهم اللي عمله كابتن ياسر إبراهيم. الحقيقة ياسر ما قدم مسم عظيم جدا. ولكن اللقطة دي وبعض الفترة الأخيرة أنت عندك حلين. يا روكنية خاصة أن أنت ادربت بسهولة وكان انفراد. فالمفترض أي من الأرض بروكنية. وأنا عندي هنا الشناوي وسيف الجزيرة وأعين. سيف الجزيرة أمواب لسه الشناوي بيسند. كان أشرب بن شرقي قطع القرى. وإمام عشور بيطلب القرى. ومحمد هاني لسه خارج الثمنتاشر. فبالتالي أخطاء مترقمة في لقطة هدف تاني. الحقيقة ما كنتش شاف لا أي تفسير. وده بيقولك الحالة الزهنية للأهلي لدرجة أنه كان فيه ست لعبين أهلي. مقابل خمس لعبين زمالك. إمام عشور بيطلب القرى طول الوقت. طول الوقت بيتحرك بياخد زاوية التمرير اللي بن شرقي عشان يطلب القرى. أصبح تسع لعيبة أهلي متخيلي في المساحة دي. تسع لعيبة أهلي ولسه بيتعامل وان تو من إمام عشور. والدائرة اللي موجودة دي قدام الحكم هي المفترض أن الأول نقطة تحميها. خاصة وانت عارف كواس جدا أن إمام عشور بيجيد التزديدات. مين أقرب واحد كان هاني؟ هاني فين؟ ما دخلش اتعاملت وان تو. وعمر الصلاة تحرك برضو تحرك ما فهمتوش للأمام. ياسر إبراهيم اللي بيحاول يقفل. وهاني لسه ما خدش قرار أنه هو يروح لإمام عشور. إمام عشور من لمسة واحدة قدر يسجل هدف تاني في كمية أخطاء دي حركة عمر الصلاة. اللي هو كان المفترض. يعني حركته للمرمى راح اتحرك عمر الصلاة. أوساب إمام عشور دخل إمام عشور في المنطقة اللي مقدرش ياسر ولا محمد هاني. أي حد يعمل بلوك فيها استقبلنا هدف تاني من كمية أخطاء غير طبعية. مش ممكن تصدر من لعبي النادي الأهل لو هم في حالة زهنية طبعية. نفس الكرة اللي اتحركت على الخط اللي جاء منها الهدف التاني كان ممكن يجي منها الهدف التالت. فالعدد من اللمسات أيضا هتلاقي. نفس القصة. أليو ديانج وبيتحرك المرات دي زيزو المفترض التمريرة بتمر قدام أليو ديانج. ما فيش محاولة لأي تاكلنج. محمد هاني متأخر. زيزو بياخد اتنين لعيبة وبيدخل جوة 18 وبيسدد انتارجت مباشرة. وأصبح مرمى النادي الأهلي مش محصن. أسهل عدد من التمريرات بيوصلك للمرمى. فتيجي تسألني عن استحواز ده إزاي. هنا النقطة بقى اللي كانت بالنسبة لي كارثية من وجهة نظري. نفس القصة. هو اللي بيشاور وبيدي تعليمات لهاني يجي مع لعب الزمالك يضغط عليه. اللي حاصل إيه؟ اللي حاصل إن في الصورة دي المدير الفني للنادي الأهلي. اللي المفترض كان في وقت كتير صوارش. بيكون هو بيصحصح اللعيبة. تقريبا حصل له حالة كده من السرحان في اللقطة دي. من اللي بيحصل والصغرات اللي بتتفتح في خط دار النادي الأهلي. أو من الحالة العامة للفريق. لما بدأ بتشكيل 4-3-3. نفس القصة راحت لأشرف بن شرقي. هات الصورة اللي بعدها. ودي بقى في الدياء الأخيرة من الشوت الأول. طالع ب7 لعبين. وبتلعب اللونج بول. عشان تكون المساحة ما بين 4 لعبين زمالك. وال3 لعبين آلي. المساحة خالية في النص. فتخيل السكن دي بول بيفوز بها لعبة الزمالك. بيروح أيضا انفراد بالمرمى. 3 على 3. وال3 الزمالك 70 الثلاثة الآلي. ولكن أخطأ في التمرير. وطلع محمد الشناوي من المرمى. وخد الكرة. فدي مجموعة أخطاء. خلال الشوت الأول. بتوضح قد إيه اللعيبة. الفورميشن اللي كانوا بلعاوه بيه. ما كانش صح. اختيار بعض اللاعبين. زي أليو ديانج. هو اللي يكون بيزيد. مش أحمد عبدالقادر في الجابة اليسرى. وما عنده. مفيش عنده أليو ديانج. للقدرات المهارية. اللي تخليه يقدر يتصرف في داخل منطقة الجزاء. بالشكل كيف كنت بتفقد الكرة. وبتفقد حد زي أحمد عبدالقادر. حتى لما نقلت أحمد عبدالقادر. جابها ليمين. فقدناه التسعين ديها. وده دور على أحمد عبدالقادر. مش فقط المدير الفاني. لك أنا بكلمك. أليو ديانج في تلعة أربعة. تلعة تلعة تلعة. ما كانش هو المفترض تبني عليه. إنه يخلص أمام المرمى. أو إنه يوجد لك حلول داخل منطقة الجزاء. أربعة تلعة تلعة. سبت الخطوط مفتوحة. مع فريق. بيجيد التعامل مع الخطوط. مع فريق. عنده أحمد زيزو. برغم من أنه كان بلعب في حامك الملعب. عنده صراعات بن شاري. عنده نيمار. عنده سيف الدين الجزيري. وبتلعب دفاع متقدم. فللأسف فقط المباراة. لأنك دخلت بأسلوب لعب من وجهة نظري. لا يناسب طبيعة المنافس. بص يا أحمد. أغلب الصور فيها حاجة. يعني مش مفترض ده اللي في كرة القضاء. كسفتك العددية جيدة جدا. يعني كسفتك العددية في أغلب الصور جيدة جدا. ولكن القرارات أو الأكشنز اللي هي بتتأسل كل لعب. قليلة جدا. البلوكينج اللي المفروض يتعامل. مش هو القرار اللي بيتاخد. ده أنا باخد قرارنا أنا بفتح الزوال. بالضبط. مش هو اللي بيتاخد. بس داخل المباراة نفسها بقى. في حاجة مهمة نتكلم فيها على مستوى دقائق المباراة. يمكن اتكلمنا بشكل واضح دي حالات كسورة. طيب ده كان الشوت الأول. الشوت الثاني في رأيي كان فيه تحسن نسبي مرتبط بحاجة. يمكن أنا من فترة بتكلم في فكرة اللعيبة. بما أننا بنتكلم أن فيه حالة إجهاد بدني وزهني من تراكم المباراة وضغطها. إذن بتحاول نفسيا توفر ليهم أفضل طريقة داخل الملعب. تساعدهم وفقا للإمكانيات اللي معاك وطبيعة اللعب. بمعنى إيه؟ عندنا بدأنا الموسم بطريقة 3-4-3 بعد اخسارة الموسم الدوري اللي فات. كان بيتسو موسماني قال أنه عنده صغرات وعنده حاجات حيحاول يعالجها. وفعلا بدأنا الموسم بـ 3-4-3. قدرنا نحقق ربعيات الإسماعيلي بربعية وفارقه. وقدرنا كمان نشوف نتيجة زي خمسية عزة مالك. وإنت بتلعب بطريقة لعب 3-4-3. المباراة السبعة في الدوري كنت بتغير فيها طريقة اللعب وقدام فيوتشر. وكانت أوه المباراة بتفقد فيها نقاط. هل ده معناه أن طريقة اللعب بس هي القصة؟ أكيد لا فيها عوامل تانية وأكيد بدأتك في الموسم تختلف عن وضعك دلوقتي بدنيا على الأقل. بس أنت بتتكلم أن الطريقة دي آه كنت بتستقبل أهداف. ولكن على مستوى واجبات كتيرة داخل الملعب حنفهمها دلوقتي كانت بتسهل عليك. هيجي ناس كتيرة جدا تتكلموا معايا في النقطة دي. أن أنت كنت بتلعب مع فيلر 4-2-3-1 وما كانش فيه مشكلة. وضع الفريق يا جماعة بدنيا كان مختلف وقت فيلر واستلامه للفريق. وضع الفريق على مستوى ضغط المباريات وحالته الزهنية كان مختلف. وفايلر نفسه في مباريات كتير جدا أو في مباريات مهمة. راح لعب سان داونز بطريقة 4-3-3. كان فيها متولي أقرب كمان لفكرة 3-4-3. لأنه كان قريب قوي من الاتنين السنتر باكس. يبقى احنا بنتكلم فحتى فيلر ما كانش بلعب 4-2-3-1 بشكلها المطلق. لا في أوقات كتيرة جدا كان بيشوف أن حالة الفريق تستدعي. حاجة تانية وحاجة حالة المنافس. طيب تعالوا بالبلد كده وببساطة. الكلام دا اتحقق على أرض الملعب. بالأرقام اتحقق. واتحقق بشكل غريب جدا لما تشوفه. دي الوقت اللي لعبنا فيه 3-4-3 لما نزل حمد فتح للعمق ده في مباراة الزمالك. معاس ابراهيم ومحمد عبد المنعم وديانج وافشة. بقوا هم أقرب للدائرة. ومعلول كان في الشمال وعبد القادر في اليمين. واتحولوا الوينج باكس. ووليد سليمان وكان محمد محمود. يمكن هنا افشة كان هو اللي بدخل للجناح أحيانا. وحسام حسن. الكلام دا حصل إمتى؟ من الدقيقة 46 للدقيقة 74. بعيد. طيب انعكسات دا ايه داخل الملعب؟ ما عشان الكلام مرسل ولا مش مرسل. نشوف دا داخل الملعب بصور توضح لنا. فارق الدقايق اللي لعبنا فيها كده. انعكس على ايه في الملعب؟ نبدأ نستعرض الصور ونجيب الاستحواز. أول حاجة الاستحواز. بص كده معايا في الفترة من الديئة 45 لحد الديئة 75 اللي احنا استعرضناه. أعلى يا أسامة معدل الاستحواز داخل المباراة. كان في الوقت اللي انت لعبت فيه 3-4-3 قبل ما تسحب ياسر إبراهيم. وعشان كده أنا بشوف ان خروج ياسر إبراهيم والعودة داخل المباراة. الاربعة في الخلف ما ساعدكش. واللحظة اللي سجلت فيها الهدف كان وانت بتلعب 3-4-3. هل دا صدفة؟ نروح للصورة اللي بعدها. هنا دقة التمريرات. انت متخيل دقة التمريرات بتنعكس في ايه؟ بتنعكس في قدرتك على الوصول لمرمى المنافس رقم واحد. بتنعكس في قدرتك ان استحوازك يبقى إيجابي ما تفقدوش. بتنعكس ان يبقى عندك حاجة اسمها باترن. اللي هي طريقة التدرق بالكورة. ايه اللي بيحصل؟ حمدي فاتحي بينزل فبتقدر تتدرق بالكورة. لما خرج ياسر إبراهيم واختلفت الطريقة وبقى حمدي فاتحي ما بيسلمش حد. رجعنا لنفس المتاهة تانية او نفس الميز تاني. بنلف حوالين نفسنا. هنا الفترة من الضيئة 45 للضيئة 75 هي برضو اعلى بس اكيرسي على مستوى المباراة. وافضل نسبة استحواز وافضل نسبة تمريرات ودقة تمريرات على مستوى المباراة. كانت هي كمان وانت بتلعب تلعب 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 تلعب. طب هل دي مسادفة؟ نروح لحاجة تلتة. نروح ايضا لمعانا للكرات الطولية. هنا الله انت جايب لنا فرس. لا ده المنحنى بينزل. أنت مش جايب لنا حاجة أنت كنت كل الصور اللي فاتت أحسن حاجة بترتفع في 3-4-3 هنا أنت مرة دي جايب لنا صورة بتنزل آه الصورة بتنزل ودي حاجة إيجابية أقل وقت بدأت تلعب فيه كرات طولية هم نديه 45 اللي ديها 75 اللي أنت بتلعب فيها 3-4-3 ليه عملت كده؟ لأن ببساطة أنت كنت بتلجأ للكرات الطولية لما أنت مش قادر تتدرج بالكرة ببتر نصح لما بقيتش قادر تعمل البتر نصح بتلعب كرات طولية اللحظات الحرفية اللي كنت بتلعب فيها 3-4-3 فما بقيتش محتاج اللونج بول وبقيت تطلع ببتر نصح وتعمل البلد أب صح هي اللي تخليت فيها عن اللونج بول الكتيرة وبقت أقل لتوقيت داخل المباراة اللي ارتفع بمجرد تغييرك للطريقة دي كلها حاجات كانت مرتبطة بفكرة 3-4-3 ممكن كمان ما استعرض صورة في القصة دي وهي الفوز بالالتحامات الصناية أو الفوز بمعدل الفوز بالكرات الصناية حتى ده داخل الملعب 3-4-3 كانت مخليك تبدأ تشوف كل اللي انت كنت بتتكلم فيها قسامة وانت شرحته بالحرف في السكن دي بول وفي فكرة الفوز بالكرات الصناية كله ترجم لأعلى معدل داخل المباراة خلال لعبك بـ 3-4-3 وبمجرد ما انت تخليت عنه بص هتلاقي المنحنى بدأ ينزل تاني داخل المباراة كل دي حاجات بتؤكد ليه 3-4-3 كانت حل مثالي للأهلي في ظروفه البدنية عايزة ارجع لحاجة تانية طبعا دي تخص بناء هجمات النادي الأهلي من الأطراف أو من العمق كان واضح طبعا ان انت ما كانش عندك التوازن ده بعكس الزمالك اللي كان عنده توازن أكتر ولكن عايزة اتكلم في عايزة اتكلم في حاجة مختلفة وهي بعد ما شرحنا يا جماعة الكلام مش مرسل ده انت بتشرح كل حاجة بمعدل باني بالدقايق ازاي خطة اللعب اللي تلعبت من دقيقة معانا لديقة معانا هي هي كانت انعكاسها في مرضود على مستوى حاجات كتيرة جدا وده كرة القدم حاجة بقى مهمة ليه 3-4-3 بتسهل عليك حاجات دي مجردة عندك أكتر لعبين فقدوا الكرة 3-4-3 بتساعدك في فكرة لما يكون انت بتلعب 4-2-3-1 وتفقد الكرة بيكون عندك مشكلة كبيرة جدا في الترحيل وفي التغطية معلول فقد الكرة 14 مرة عبدالقادر 13 مرة وده أرقام كبيرة جدا قفش 10 مرات محمد محمود 9 خلينا في التلاتة اللي في الأول دول على الأجنحة أو مفترض انهم كانوا بلعبوا في أطراف الملعب تخيل نسبة فقدان الكرة وانت ما بتلعبش بـ 3-4-3 ما فيش تغطية على الجانب الآخر هاني استخلص الكرة 6 مرات ومعلول 4 مرات عبدالقادر مرتين فقط عبدالقادر محتاجه يراجع نفسه في أرقام كتير جدا وقفش 5 مرات ده معنى إيه؟ أنه لأنت بتقدر تستعيد الكرة كويس جدا على الأطراف ولأنت ما بتفقدش الكرة بشكل كبير على الأطراف فعندك مشكلة أكبر عيوب تبين ده 4-2-3-1 لو أنت بتفقد الكرة كتير ومبتستعيدهاش كتير على مستوى الأطراف وعشان كده كابتن حسام البدري دايما بقول من أفضل المدربين في مصر يقبل عبد 4-2-3-1 لأن كان بيشأ الجناح باللغة البسيطة كان عندك وليد سلمان ومؤمن زكري اللي عندهم قدرات دفاعية كبيرة وقدرات هجمية كبيرة بس بعض الناس ممكن تقول لك ما الطريقة اللي حافظها العيبي النادي لها لمعظم الوقت 4-2-3-1 لكن هتصطدم بحاجة مهمة جدا البعض أحيانا بيتناساها هي فكرة إصابات الأجنحة اللي موجودة عندك احنا بنتكلم عن بيرسي تاو مكيسوني مكيسوني اللي لسه داخل القايمة بنتكلم عن غياب للشحاد بنتكلم عن غياب لطاهر محمد طاهر بنتكلم عن حالة فنية مش في أفضل حالاته لأحمد عبدالقادر وبالتالي انت لازم تلجأ ان انت حتى لو انت عايز تغير الفورميشن أو تسبب الفورميشن 4-2-3-1 لازم تكون خطوطك قريبة ومن وجهة نظري ما ينفعش تكون خطوطك قريبة مع ضغط عالي لأن اللي حصل في مباراة الزمالك الشهوط الأول أهضر عليك فرصة ان انت تفوز بالكاس حتى لما جينا نغير من 3-4-3 من وجهة نظري كان المفترض يكون على حساب أحمد عبدالقادر مش على حساب ياسر إبراهيم بالتأكيد مباراة لا سلبيات كتير ولكن لو فيه إيجابيات تبان لو احنا تعلمنا الدرس من هذه المباراة وقدرنا نصل لأفضل طريقة ممكنة تناسب الوقت الحالي وتناسب حالة اللاعبين البدنية والزهنية نتمنى يكون ده رصدوا سوارش والجهاز الفني والمعونين بكفاءة جديدة عشان نكون طلعنا بأي إيجابية من مباراة الزمالك اللي اخسرنا فيها كأس مصر تالت نهائي كأس مصر نخسره أمام نادي الزمالك خلال فترة قليلة جدا رقم سلبي ولازم يكون فيه وقفة عندهم نشوفكم مباقي فقرات الأهلي خط أحمر ولكن بعد الفصل موسيقى 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 ورجعنا لكم وبرنامجكم الأهلي خط أحمر وفكرة خط أحمر هي مش مرتبطة إن حد فوق النقض أو إن هو ما نقدرش نوجه له أي نقض أو أي حاجة لا طبعا بس النقض يبقى موضوعي ومش معناها إن حدش في منظومة الأهلي تقدر تقوله ده غلط وده صح لا اتكلم بس كلامك يبقى موضوعي إنما لما كلامك يبقى مش موضوعي أكيد عندنا رد كابتن ساعد عبد الحفيز واحد من أنجح وأعظم مديرين الكرة في تاريخ النادي الأهلي وده مش رائع دي أرقام بتقول كده وتتوجات بتقول كده ومواقف كتير بتقول كده كل منظومة النادي الأهلي كان لها ضر في دوري 2019 بس هتلاقي ناس كتيرة جدا بتقول دوري 2019 ده دوري كابتن ساعد عبد الحفيز سمعت الجملة دي قبل كده إن مدير كرة ينسب لي من قوة دوره إن الدوري ده بتاعه استحالة استحالة تكون سمعتها ساعد عبد الحفيز هو حد طول الوقت في منظومة النادي الأهلي ممكن أنت لو في المنظومة المنافسة ما تحبوش وده حقك ده مش ممكن ده أكيد ده أكيد وبرضو ده حقه حتى لو أكيد فده حقك بس تحبه أو ما تحبوش المهمة تبقى موضوعي بيضايق الكلام كابتن سايد ممكن بس تعالة أقول لي إيه اللي كابتن سايد لما ترد عليه بالمنطق هنا هو ما قالوش بمنطق كام قضية فجرها كابتن سايد وكام موقف تكلم فيه كان بيتكلم فيه كلام مرسل لا لما كابتن سايد بيجي يتكلم في حاجة هتلاقيه بيقول لك الحكم ده كان موجود يوم كذا والمطش ده حصل فيه كذا لدرجة إنه تكلم في شيء يخص لاعب أو قيد لاعب قبلها بشهور وكان الناس وهي بيسألها السؤال مش مدركة كابتن سايد بيتكلم فيه وعشان كده وبما إن كابتن سايد جزء من المنظومة فإحنا لما يكون فيه خطأ هنقول بس لما يتم التربص به وتصيب موقف ليه وتأويله بشكل لا يحتمل هذا التأويل هنكون أول ناس بترد هنا لإنه مش هنسمح كل حد من منظومة النادي الأهلي واحد وراء الثاني يبدأ يكون فيه تربص به ويبدأ يكون فيه التعامل ده معه ده دورنا أصلا فارس ويمكن عملنا قبل كده حتى مع الكابتن أمير توفيق لما بعض الناس بدأ يعني يدخلوا في جملة من الإعراب وده طبيعة أو ضريبة أي حد ناجح في النادي الأهلي هو الانتقاد من المنافس ومحاولة هذه صورته الزهنية عند جماهير قرة القدم المصرية وتبدأ تحطه في إطار من الكلمات الكبيرة جدا ويدفع وحده فقط لغير ضريبة كل شيء الكابتن ساد عبد الحفيز وده ضريبة الأقوية كابتن سيد لو استعرضنا بطولته كلاعب 14 بطولة كلاعب قدر يحق أكتر منه موام دي الكورة جاه في أوقات صعبة جدا وتحديدا موسم 2018-2019 وليه الجماهير قال الدوري ساد عبد الحفيز لأنه قال الجملة الصعبة جدا في شهر ديسمبر وانت رقم 18 في جدول الدوري قال أنا ما يهمنيش من دلوقت المتصدر الدوري أنا يهمني أن أنا وأنا بنهي الدوري أكون بطل البطولة وختمها بخدنا الدوري الدوري الألز فبالتالي قدر يحق نجاحات قدر يجيب الفريق ويلم الفريق بمساعدة منظومة النادي الآلي بالتأكيد ولكن ده ساب أثر نفسي صعب جدا عند منافس كان حاسس ومستشعر أن أصلا دخول النادي الآلي في المنافسة أمر صعب جدا على الدوري ده وأن المنافسة كانت سنائية مع فرق أخرى الآلي كان بعيد عنها تماما لكن ييجي الآلي كعادته من بعيد وده اللي احنا بريد نوصله لكابتن سيد واللعبين الحاليين أن احنا لسه احنا قادرين احنا مش بعيد أوي زي ما كنا بعيد في موسم 2018-2019 الكابتن سيد اللي هو بيحط الأمور في النطاقها الطبيعي اللي هو لو فيه أي خطأ أو أشياء معينة من مباريات أو معينة من مباريات أو حكام بشكل أو بآخر بيطلع يكلم في حقه حقه الطبيعي جدا هو حق صد هو بيتحمل كثير وكثير جدا لكن إن أنت كمان تعرض طول الوقت إنك بتوجه إساءة لكابتن سيد وتنمر على كابتن سيد وهو مدير القرى في النادي الآهلي وهو ما خرقش عن النص في أي موقف ولا أساء لأي شخص وبيتكلم داخل إطار كرة القدم فقط لغير والتنافس فقط لغير ويمكن جات نصيح كتير لمديرين كرة في أندية أخرى بلاش تلعبه الجيم ده مع سيد عبد الحفيز اتقال كده واتقال من كابتن ميدو تحديدا بلاش تلعبه الجيم ده مع سيد عبد الحفيز لأن اللي هيلعب الجيم ده مع سيد عبد الحفيز أنا بقول لكم عارف عقلية سيد عبد الحفيز وسيد عبد الحفيز هيكسب الجيم ده ليه بيكسب الجيم؟ لأنه بيلعب في إطار كرة القدم في إطار كرة القدم ولكن حتى ده أصبح مرفوض على الكابتن سيد عشان كده جماهير النادي الأهلي كانت دعمة في كل قوة الكابتن سيد لأن عارفة قد إيه الرجل ده مخلص للقلع الحمراء وهنا دايما بيكون في صوت للجماهير ودايما حقق صد لأي حد يتجاوز أو يتطاول أو يحاول أنه هو يحط حد مسؤول في النادي الأهلي ويغض الطرف عن كل ما يدور حول هذا المسؤول ما يعرف بفكرة الممر الشرفي هي دي المشكلة أزمة الممر الشرفي واعتقد البعض أن تحت تأثير النتيجة أو الإخفاق أو الظروف اللي بيمر بها النادي الأهلي يبقى دي الفرصة السانحة أن نصف حسابنا مع كابتن سيد بس لا جمهور النادي الأهلي رد النهاردة وبقوة أنه عارف مين أكيد حريص على النادي الأهلي وقلبه عن النادي الأهلي وعمره ما يسيبه لوحده في لحظة والناس بتحاول تنال منه بعض الناس اللي كانت بتحاول النايل من كابتن سيد أو بتحاول تنتهز الفرصة كان كابتن جمال عبد الحميد اللي نسمع قال إيه على كابتن سيد عبد الحفيظ وأزمة الممر الشرفي نيجي بقى لمدير الكورونا النادي الأهلي أنت معمول ممر الشرفي وانت مسؤول فالمسؤول دوت لو كانت حسب من أول يوم طبعا أستاذ هاني شاكر جاب حتة كده من الأستاذ أحمد مجاهد يقول لك أنا لعيب النادي الأهلي كان يتويف أربع ماتشات وليح أربع ماتشات فأنا قلت ماتش واحد فمعلش ماتش واحد ماتش واحد علشان عنده ماتشات مهمة فده ما ينفعش ده دي لوائح فابتدى مدير الكورونا يقول أنه قوي وما فيش حد ما يسمعش كلامه نيجي نقول مدير الكورونا ده ما يجي يقول أنا الحاكم يكلمني بالليل واعتذر ما فيش حد يحزبه فبرضه دي حاجة برضه تخليه أقوى من الأول مدير الكورونا يجي يقول أنهنا بنكسب بنسقر لنادي الزمالك لنادي المنافس ما فيش حد يجي يحزبه فمن حقه يعمل كده في الممورة الشرف ما فيش حد يحزبه أنا لو مسؤول في النادي الأهلي كنت لازم أحاسب أنا رقم واحد عمر السولية مرامل مديريا بتاعت أفريقيا وحاسب مدير الكورونا إما حاسبهم هتلاقي نادي الأهلي تعدل إنما دلوقتي كل يقول لك لا ده احنا نحاسب الاتحاد الأفريقي إزاي يعقب عمر السولية إحنا نحاسب الاتحاد الكورونا إزاي ولجنة المسابات عشان تحاسب سيد عبا حفيز وما يطلعش المدرجات ده احنا نحاسب ومش للجنة هيلة حاسبة فبعدها بالمحاسبة خلاه يحس إن أنا مروحش الممر الشرف دوت وأنا مسلمش وأنا مش عارب لا 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 ممكن يكونوا بيهانون مثلا على أنه حسن فحارس خدفة أفريق أي طبعا فالموضوع وجمهور الزمالة جمالة هنادي على الشناوي على بقية حياة لو بتحاسب بقى خالد لو أنا بتحاسب لو أنا بتحاسب من الأول أعمل كده ففدل تسيب له تسيب له وأنت لو سيبت وسبت مرة واثنين يقول لك خلاص بقى أنا أنا أركب وما فيش حد يقدر يكلمني فلأ لازم يبقى فيه محاسبة المراتي لازم يمكن قبل ما أروح للكلام اللي تقال عن كابتن سيد أنا عايز أقف عند جملة قالها كابتن جمال عبد الحميد وهي كان النادي الأهلي اتعدل أعتقد صعب قوي صعب قوي أن كابتن جمال عبد الحميد يجي يدينا دروس بعد السنين دي في إزاي النادي الأهلي يتعدل أو ما يتعدلش لأن يا كابتن جمال أحد الحاجات اللي كان بيعملها النادي الأهلي في وقت ما عشان يصلح كان إبعاد بعض اللاعبين اللي حضرتك كنت منهم فمش حضرتك تمر السنين دي كلها وإنت قاعد في ستوديو تقول النادي الأهلي كان ممكن يعمل إيه أو ما يعملش إيه عشان النادي الأهلي يتعدل لا مش حضرتك اللي هتعرف النادي الأهلي إيه الصح من وجهة نظر النادي الأهلي بيدي دروس إدارية وبيدي دروس في حاجات كتيرة جدا كل الناس بتتعلم منها النادي الأهلي دل من شهرين بس كانت كل الناس بتقول شوفوا النادي لالي بيعمل ايه فاستغلال الظرف ده مش مسموح تاني حاجة لما اجي اتكلم على كابتن سيد هو ايه اساسا موضع النقاش وفكرة يتعاقب واتحاد الكرة هل الممر الشرفي ده يخضع للليحة لا لعبة الزمالك عملته شيء رياضي ما نقدرش نتكلم فيه واحنا مع اي حاجة لها علاقة بالروح الرياضية ولكن انا عايز اشوف ده متسك مع سلوكيات اللاعبين وحنيجي لده وحنقف باللعبين وبالموقف ماهو القصة يا جماعة مش شكليات ماهو انت ما تقوليش ممر شرفي وبعد كده تشتمني ما تقوليش ممر شرفي وتروح تعمل للجمهور مسامع ماهو القصة مش كده احنا بنتحك على بعض ولا بنتكلم في وقائع العملية هل احنا بنتكلم بمنطق وبمعيار ولا لا لو بنتكلم بمنطق ولا معيار الممر الشرفي ده شيء من انواع البروتوكول الغير متبع فيه بروتوكول متبع وبروتوكول غير متبع بروتوكول متبع يعني تعرف علي الجميع انه بيعمله مفوش استثناءات تحول وكأنه ليح البروتوكول الغير متبع وهي فكرة زي دي تتعمل فجأة مفيش اي حاجة تلزم ولا تجبر كابتن سيد عبدالحفيز انهو يمشي من الممر الشرفي تاني حاجة بعيدا عن الافطراقات اللي بتحصل ده وانت بتطالب كابتن سيد عبدالحفيز يعمل سلوك معين انت تفتري عليه في الكلام ويحصل افطراق عليه في الكلام وهو كابتن سيد اللي عمل قبل كده كزا اللي قال اللي كلم حاكم وقال الحاكم بيعتذرني وده ما حصلش وردينا وقتها وقلنا ازاي ده غير حقيقي وما تقلش بالصياغة دي وتم تأويله يعني وانت عايز تقول الراجل مفترض كان يعمل كزا رياضيا انت بتتهمه بسلوك غير رياضي هو اصلا ما عملوش يبقى عايزه يعمل ازاي وهو بيتلقى ده منك كابتن سيد اللي احنا بنحاكمه دلوقتي عشان ماشى في ممر شرفي كلنا ودينا راسنا الناحية التانية ودينا وشنا الناحية التانية وهو بيتعرض لكل انواع النقد المباح والغير مباح صفحات بتسيق ليه ولشخصه ولأسرته مسئولين بيطلعوا يتجاوزوا في حقه ويتامو التامات خارج الرياضة اصلا ولا يمكن يتقبلها حد كابتن سيد تحمل كل ده عشان مسئول ينيجي بعد كده في لحظة هو بيحتنم فيها كرامته كابتن سيد بيحتنم كرامته لان الانسان اللي يتعرض لده وما ياخدش موقف زي ده يبقى شيء صعب جد اللاعبين تعاملوا مع لعبين زي ما عملوا لهم ممر شرفي وتعاملوا عادي انما اللي بيتعرض ليه كابتن سيد هو على المستوى الانساني فنقدر الظرف على المستوى الانساني هو واضح ان فيه ناس بتحب عادي جدا بالنسبة لها انها تهان وتتعامل بشكل طبيعي وانا وانحنا بنتكلم كمان في الكابتن جمال عبد الحميد عن كابتن سيد عبد حفيز حتى الكابتن خالد لطيف يعني عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بيقوله ده حتى جماهير نادي الزمالك ندهت على الشناوي حضرتك بتقول كلام غير صحيح لان للأسف الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي لما راح يلب نداء جماهير نادي الزمالك فكانوا بينصبوله فخ فخ صغير قوي ما ينفعش يصدر ونبني عليه كمان ان الجماهير بانت لان جماهير نادي الزمالك تعرضت بالإساءة للكابتن محمد الشناوي فطبعا الكابتن محمد الشناوي تعمل بأخلاقيات الكابتن النادي الأهلي وحط ايديه على رأسه وحياهم ورجع وهو بتشتم ولكن الكابتن خالد لطيف واضح ان مفهوم الشتيم عنده مختلف الى حد بعيد فمش واخد باله ان الهتاف كان سباب ده رقم واحد رقم اتنين اذا كنا بنتكلم عن الممر الشرفي بالشكل ده وبالطريقة دي هو هل الممر الشرفي ده بيتعامل فقط لغير لما تكون الفرقة كسبانة يعني انت كسبان فتقدر تعملي ممر شرفي ومنتظر مني وانت بتسيق ليه ليل ونهار ان انا اعدي من الممر الشرفي واطلع اسلم عليك منتظر مني ان انا اعمل ده ولو ما عملتش ده ابقى مخطئ طب يا سيد انت عايز تشوف فيه خطأ طب الجانب الاخر المسؤولين في الجانب الاخر التنمر الاعلام المنتمي اللي بيسيق لكابتن سايد طول الوقت المتاربس لكابتن سايد في كل تصريح بتجذيب التصريحات لدرجة انت جيبت له تصريح اصلا واشغال اعلامي نسبته نوم دي الكورة بس كابتن جمال عبد حميد ده طبيعته وده دايما تصريحاته يمكن نكلم مواقف معنا كتير انا تقريبا كابتن جمال او معظم الوقت اللي بنجيب له تصريحات بتكون تصريحات كلها متنقضة ليه؟ لان كلها كلام مرسل انا طرع بقول كلام مرسل انا بغزي حاجة واحدة فقط عندي لغير النادي الاهلي هو اللي كشفني النادي الاهلي هو اللي عراني لما انا هجمت النادي الاهلي ليه؟ لان النادي الاهلي حاول بشكل كبير جدا يحافظ على صورة كابتن جمال عبد الحميد ولدرجة ان اخرج في هدوء بدون تشويه لأي صورتك او اي حاجة ولكن هجومك الشرس ومحاولة الكسب على النادي الاهلي خلت البعض مننا يوضح ان الصورة ما كانتش زي ما بيقول كابتن جمال وان بعد الاصابة راموني لا القصة مش كده القصة اصبحت معروفة للجميع فواضح جدا ان دي عاملة ازمة كبيرة جدا عند الكابتن جمال عبد الحميد فدايما اي حاجة متعلقة او اي حتى محاولة لخطأ ينسبه اصل الاهلي كان الاهلي كان المفترض يعمل كابتن جمال عمر السلية لما رمل ميداليا رمل ميداليا لان شارك ولعب مباراة كان واضح للجميع انها ما فيهاش اي تكافؤ فرص ده اعتراض طبيعي وربما انت مش هتستشعر ده ان المركز التاني لا يليك بالنادي الاهلي لا يليك بالنادي الاهلي والكابتن جمال عبد الحميد ما كانش هو لوحده كان ايضا الكابتن خالد الهندور وطبعا تاريخ لعب كابتن جمال عبد الحميد معروف وتاريخ ايضا لعب كابتن خالد غندور موجود لما كتب بوست على الفيسبوك بيكلم برضو عن كابتن سايد وانتوا عارفين اي حاجة يعملها كابتن سايد فيه ازمة بقى شخصية هنا مع كابتن خالد غندور وكابتن سايد عبد الحفيز لما قال هو ليه كابتن سايد خرقت برا الممر الشرفي واللي بيعبر عن الروح الرضية هي دي حاجة عيب مثلا حاجة تقلل منك انت مدير الكرة لنادي كبير اسمه الاهلي ولابد ان تكون تصرفاتك بقيمة النادي اللي انت بتمثله وهذا هو اسوأ مشهد في المباراة امس المليئة بالروح الرضية من جمهور للاعبين للمدربين وتواجد مؤمن زكريا اللي لعب لناديين وكل الجمهور تنريب اسمه وتتمنى له الشفاء كرة القدم خلقت للمتعة ده مين اللي بيتكلم ده اللي بيتكلم خالد الغندور خالد الغندور اللي انا ما شفتش في تاريخي وادراكي لكرة القدم تقرير حكم مباراة حتى الفاظ وخروج عن النص من لاعب في مباراة قمة صحيح ما شفتش انا يمكن لو حد عنده اي تقرير صدر عن لاعب في مباراة قمة بكم الاساءات والالفاظ الخارجة عن النص من الكابتن خالد الغندور لحكام المباراة في مباراة القمة اللي اتهزم فيها نادي الزمالك والواقع الشهيرة اللي الميكروفونات جابته اللي هو طالع اعترف بيها لدرجة ان والده ووالدته خجلوا منه من التصرحات دي هو ده خالد الغندور اللي جاي يكلم كابتن سيد عبد الحفيز ويقول له ده ممر الشرفي وان ده كل الصورة كانت جميلة إلا صورة خروج كابتن خالد الغندور فقج إلا صورة خروج كابتن سيد عبد الحفيز خارج الممر الشرفي حضرتك لما النادي اللي قال يفاس بالدوري اللي كابتن سيد عبد الحفيز قال يهمني في نهاية الموسم مين بطل الدوري كان ما عملتش ليه ممر شرفي يستقبل النادي اللي قال في المبراء اللي كان التحصيل حاصل اللي فاز فيها النادي اللي قال في عالم علور ولا هو الممر الشرفي وانت كذبان فقط لغير وفين الصورة الجميلة من الإساءات اللي حصلت في الاحتفالات من لعيبة مع الجماهير مع نادي الزمالك كان فين الصورة الجميلة دي هو ليه بنتغافل الصورة دي طب ليه بنتغافل أسباب ان كابتن سيد يعمل كده وانت طول الوقت بتشاكك في بطلات النادي الأهلي بتشاكك في نزاية النادي الأهلي بتشاكك في الحكام اللي بيتعاملوا في النادي الأهلي طلعت أكتر من مرة اتكلمت عن مباريات فيها تفويت وطلعت عقبت على المباراة لأسوان وقلت ان النادي الأهلي دافع فلوس لفريق أسوان يقيم في فندق عشان يلعب في القاهرة وطلع أعضاء ومسؤولين في نادي أسوان كذبوك في اعتذرة النادي أسوان ولم تعتذر للنادي الأهلي هي كل أزماتكم مع النادي الأهلي عايزين تلخصوها في مشهد لحد معاكم معاها أزمة كبيرة جدا لأنه بيتصدى بمنطقة القوة لأي خروج عن النص أو أي أخطاء تحكمية أو أي شيء متعلق بفريقه بيحافظ على فريقه هي دي مشكلتكم مع كابتن سيد عبد الحفيز لما كابتن سيد عبد الحفيز خرج من المر الشرفي بمنطقة القوة اللي أنتو عملتوها دي بتأملوها مع أي طرف آخر من وجهة نظركم بيعمل الموقف ده بتأملوها مع الطرف اللي بيسي لكابتن سيد عبد الحفيز اللي بيتنمر على كابتن سيد عبد الحفيز ما بتعملهاش فبالتالي مفيش ميزان للمبادئ فما تجيش تحسبني وتتكلم بشكل أو بروح المبادئ وتلصق الأمر النادي الأهلي المفترض يعمل كذا والنادي الأهلي المفترض يعمل كذا وهذا لا يقليق بالنادي الأهلي أعرف كويس أو يتعامل مع أبنائه إزاي وإذا كان موقف الممر الشرفي ده دايقكم فتعالوا نوريكم مواقف أخرى ولكن قبل ما نوريكم مواقف أخرى إحنا جبنا يعني كبات لنادي الزمالك في الإعلام عندنا إعلامي معروف جدا وهو الأستاذ عمر قديم زمالكاوي والراجل طول الوقت زمالكاوي ولكن ساعات بياخد الأمور بشكل فيه ودي وبرضو بعض الوقت بيدي من تحت لتحت كده للنادي الآية كان له رأي في واقعة الكابتل سيد عبد الحفيز نسمع عشان نشوف الراجل ده كان بيتناول الأمر بشكل عامل إزاي ونرجع نعقب نشوف الفيديو سيد عبد الحفيز بغضب إيه اللي انت عملته مبارح ده يا سيد ده انت مدير كورة ومدير كورة في نادي كبير الحركة اللي انت عملتها مبارح وان انت ممشيتش في ممر الشرف ومشيت برة ممر الشرف حركة بلدي حركة بلدي حركة ما فيهاش اي اخلاق رياضية يا راجل هو جوه ممر الشرف دول هم كانوا عايزين منك ايه تعتعدي وسط ايه بيسقفولك بيحيوك ابتدينا نشوف الحركات الشيك الحركات الحلوة انما سيد عبد حفيز لأ سيد عبد حفيز قرر يعمل الحاجة اللي لو كان لعب عنده عملها كان هو لازم يعاقبه انما مين اللي هيعاقب سيد عبد الحفيز ده انت مدير كورة ده انت اللي لازم تعلم اللعيبة القدوة انت لازم تبقى قدوة يا سيد سيد يا سيد انت جواك السواد ده هو ليه انت باد لوزر ما تخسر يا اخي انتوا ليه ما بتخسر فيه ناس في الاهلي على فكرة ودي مشكلة البعض في الاهلي ما بيعفش يخسروا ما بيعرفش هو يأبى انا مخسرش انا ما انا مدخلش في الانتاع انا سيد عبد الحفيز انا نادي القرن لا انت لازم تتحلى وعلى فكرة يا سيد درياضة ده مش وظيفة انت لازم تكون نموذج ما يجي شاب في الناشئين في الاهلي ولا في الزمالك يقول لك يا كابتن هو انا يوم يعمل يقول له ممر الشرف ده واحنا خسرانين اعمل ايه مش هتقول له ابقى امشي برة ومتاخدش الميداليا ومتسلمش ومتعملش لا يا سيد لا يا سيد كده غلط وسيد لازم محمود الخطيب يعاقبه وسيد لازم يوجه اليه اللوم وسيد لازم اتحاد الكرة يعاقبه ويعمل له غرامة لانه ما ينفعش الكلام ده استاذ عمر أديب خمستاشر كلمة سيد 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 وده يعني اللي دارس عالم نفسه عارف كواس او يقديه مدى تأثير الكابتن سيد في عقل اللاوعي للأستاذ عمر أديب لانه بصفته زمالكية وبس عشان نكون منصفين للامانة استاذ عمر أديب لما طلع نادي الزمالك يرفض استلام مدليات المركز الثاني في احد المرات الكتير اللي نادي الزمالك رفض يستلم فيها مدليات المركز الثاني طلع هاجم لعيبي نادي الزمالك بس مش بنفس القوة دي مش بنفس المصطلحات دي الكابتن سيد ما جواهوش سواد يا أستاذ عمر أديب حضرتك بتقدس نفسك وبتقدر نفسك بشكل كبير جدا وأحيانا كتير بتحصل لك مواقف كتير ومشاكل كتيرة جدا مع شخصيات عامة بيكون مواقفك فيها حد الطباعة جدا ليه بتنتزع أو عاوز تنتزع من الكابتن سيد عبد الحفيز إنه يمارس حقه الشخصي في إنه هو يرفض التعامل بروح رياضية مع ناس أسائت ليه منين الروح الرياضية وأنا بتنمر عليه منين الروح الرياضية وأنا متربس بيه كابتن سيد ما جابهوش أي سواد آه بد لوزر احنا نتمنى إننا نكون بد لوزر في بعض المواقف لما يكون المواقف دي خارجة عن إطار الروح الرياضية لا النادي الأهلي آه بيقرأ الخصارة بنتعلم في الناشئين إن أنت لازم المكسب عندك رقم واحد المركز الثاني زي المركز الأخير دي أسيات وقصص مبنى عليها النادي الأهلي ما أعتقدش ده ممكن تزعلك في شيء أساس عامة لكن لما تنتقد كابتن سيد عبد الحفيز بمنطقة القصوى بالشكل ده كان لازم تنتقد أو توضح لقال ليه كابتن سيد عبد الحفيز وصل إنه يتعامل بالشكل ده وإنه ما يسلمش على بعض الشخصيات لأنه بيتعرض لتنمر بيتعرض لإساءة وهو مش هيقدر يرد الإساءة بإساءة ليه بقى مش هيقدر يرد الإساءة بإساءة لأنه هو ده اللي احنا بنقول عليه هو ده النادي الأهلي المسؤول في النادي الأهلي بيكون مسؤول عن كل كلمة بيتكلم فيها لكن أيضا طب تعالي بقى نقولك الجانب الآخر بما أننا بقى نتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيز ففي لقطات ما حصلتش أو مش ما حصلتش هي الناس عملت ايه الباد لوزر هو هنا هل الباد لوزر ده مصطلح يخص الأهلي الباد لوزر أولا بس في حتة في كلام أستاذ عمر قديم مهم جدا نعف عندها فكرة أنك تعلم الناشئ على فكرة الفريق كله عدم الممر الشرفي وده أنا بسجل شيء محترم جدا أنه هو عمل كده ولكن الراجل انتصر لموقف شخصي يخص كرامته ويخص أمور تعرض لها بشكل شخصي فحيد الفريق خالص وخلى الفريق يعبر الممر الشرفي عادي وهو انتصر لموقف شخصي يخصه وشيء تعرض ليه بشكل مباشر فربط ده ولكن فكرة الأهلي باد لوزر هو الأهلي اللي باد لوزر الأهلي اللي من 1900 وهو رافق فكرة أن الفريق ده نتيجة فريق تاريخ وفريق جهد وفريق عمل النادي الأهلي هو اللي جه في مباراة امبي وتقال عقوبات تنتظر الزمالك عقب نهاية كأس امبي لأنه رفض يستلم المدليات بتاعت المركز التاني والكلام ده احنا بنتكلم منذ سنوات هل النادي الأهلي الباد لوزر هو اللي في مباراة الزمالك والأهلي رفض وتقال تصريح ده عندنا الخبر الأول العقوبات تنتظر الزمالك بعد رفض لعبي استلم مدليات المركز التاني امبي معنا بقى النادي الأهلي نفسه لعامه الزمالك عن الممر الشرفي للأهلي في المشمش اعتقد ده مش باد لوزر خالص ده 2019 وعندنا كمان الواقعة بتتكرر وهي الزمالك يرفض فكرة الممر الشرفي للاعبي الأهلي في القن عشان بس يا جماعة لا لسه ده 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 كمان في سوبر فيلر تلاتة اتنين سوبر فيلر في استاد درج العرح انسحاب من التتويج وتقال يا وسامة ان ده يخص فيه مشجع ده للتوضيح وده للأمانة المهنية نقوله ولكن في النهاية المشهد كان هنا ومحد يسترع في الإعلام قال إيه السؤال لازم نقول سؤال طب لو كانت زمالك فاس بالبطولة دي كان هيرفضوا يستلموا الكاس على الأقل هنا حتى محدش تساءل إيه السبب عدم استلام الكاس في الإعلام وده ما حصلش الحاجة اللي عايز كمان أروح لها احنا آه هنروح لمواقف تباين التناقض ولكن فكرة يا جماعة الكل دلوقتي بيطلع إزايا ده على كابتن سيد يمكن زي ما قولنا أستاذ عمرى قديم للأمانة كان ذكر قبل كده موقف يخص رفضه المبدأ ده ولكن زي ما شفنا ناس كانت بتتسبب في فتن وبتضرب الآله في كل حاجة هي اللي طلع دلوقتي تقول لكابتن سيد عن الروح الرياضية الروح الرياضية مش شعرات الروح الرياضية مش إنك تحرد على فريق مصر وهو رايح المغرب ولا هو رايح تونس لناس كتيرة جدة الرسالة دي طب تعالوا بقى نشوف كابتن شيكابالا وهو يرسي الروح الرياضية ومسمعناش أي حد بيتكلم عن إرساء الروح الرياضية على مدار سنوات نطلع ونشوف شيكابالا بيعمل إيه الروح الرياضية اللي البعض بيتكلم عنها في نفس المباراة الهتفات اللي بتتردد على مدار سنوات وسمعونا وعلى مسئولية الموقع اللي نزل وعمل الإساءة وسمعنا الكلام من غير الإساءة برضو هي دي الروح الرياضية اللي انتوا عايزينها طب كابتن سيد انتصر بموقع فردي ما شاركش في إساءة لأي حد ما شاركش في إساءة لأي فرد من منظومة أخرى هو تعامل نفسيا مع مواقف اتعرض ليها وانزوى جانبا ما راحش يسمع سباب وهتفات جماعية ده ما بيعلمش النشق ده ما بيعرفش نشيين الزمالك ان كام لاعب طب كابتن سيد خد موقف منفردا كام لاعب حيجي يكمل مسيرة شيكابالا في هذا المشهد كام لاعب حيجي يكرر مسيرة شيكابالا في هذا المشهد هي دي الروح الرياضية اللي عايزينها والناس تيجي تقول أصل شيكابالا بيعمل كده عشان تعرض للإساءة من جمهور النادي الأهلي طب بيعمل كده انه بيرد الإساءة بالإساءة ومقبول بالنسبالكم وفي منطقكم وفي قولكم إنما مش مقبول إن كابتن سيد نتيجة تعرض لكل الإساءات دي ما يمشيش من الممر الشرفي إذا كان هذا ميزان العدل لديكم يبقى أنت عندكم مشكلة كبيرة جدا ومحتاجين تراجعوا نفسكم لإن كابتن سيد هو مش في المنطق ده أبدا جاني إنما مجني عليه من ناس كتيرة جدا شافت الصح ومفكرتش تقوله ده فيديو متكرر من كابتن نادي الزمالك وده اللي محدش تناوله هو بيتكلم عن الروح الرياضية وده رسالة لكل اللي طلعوا يتكلموا وقالوا المباراة كانت في منطقة الروح الرياضية حتى مع الجماهير جماهير النادي الآلي بصفاتها خسرت المباراة انسحبت من المشهد وخرجت جماهير نادي الزمالك وياب تحتفل مع الكابتن بيقولهم أنا مسامع مسامع إيه؟ إساءة للنادي الآلي هل المشهد ده أول مرة؟ طب مشهد الكابتن ساد عب حفيز وخرجه من المر مشهد لأول مرة لأن حضراتكم ما عملتوش ممرات والنادي الآلي بيكون فايز المرات دي المشهد اللي بنشوفه من شكبالة اعتاد عليه اعتاد عليه ومع ذلك هو أسطورة من حقكم تختاروا أي أسطورة تمثل نادي الزمالك كجماهير ده موضوع لا يتعلق أبدا بالنادي الآلي لكن في النهاية لما يجي أحط المشهد يبقى لازم أحط كل جوانب المشهد قدامي وما ينفعش أقول إن كان كل حاجة فيها روح رياضية ولكن مشهد فقط لغير كابتن ساد عبد الحفيز هو المشهد السلبي في الموضوع طب هنا ناس هتقول أصل جماهير أصلنا عارفين الكلام ده كويس قوي وعارفين إن شكبالة مش عارف إن الجماهير هتقول كده لأ ده الموضوع قرر مرة واثنين وثلاثة حتى في المشهد ده قرر مرة واثنين وثلاثة اسمع إساءة النادي الآلي لأ تعالى أقول لك مشهد تاني وأوريك مشهد تاني لعيب النادي الزمالك بأنفسهم وهم بيسيقوا للنادي الآلي في وقع كشفة اتصال فيديو كول ما بين إمام عشور لعب لنادي الزمالك وأحد الأصدقاء فتعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعاقب هو أنا مش هتدخل في نية إمام عشور كان عارف إن لعيبة الزمالك هتسيق ولا لا وهو هيوقفهم ولا لا ولكن في النهاية هجنب إمام عشور اللي ربما هتعلم من درس الفيديو الشهير في غرف ملابس النادي الآلي اللي كان في احتفالات مع لعيبة نادي الزمالك وبيتم الإساءة للنادي الآلي من داخل النادي الآلي ولكن لعيبة نادي الزمالك اللي في الباص اللي بتسيق للنادي الآلي لو ما حدش خد باله وخد باله فقط لغير من مشهد الكابتن سيد عبد الحفيز فبنقول لكم لا شوفوا المشهد كويس شوفوا الشيكابالة واه بيحتفل مع الجماهير والجماهير بتسيق وبتسب النادي الآلي شوفوا حتى لعيبة نادي الزمالك مع إمام عشور وهي بتسيق وتسب للنادي الآلي النادي الآلي اللي ما بيصدرش منه من أي شخص مسؤول وإن أنا بتكلم عن مسؤول إذا كان موقف كابتن سيد زعالكم قوي فهاتلي تصريح لمسؤول في النادي الآلي أو في إعلام النادي الآلي بيتكلم بتجاوز أو بتطول في حق نادي الزمالك مش هتلاقي المشهد ده أتمنى تكون كده الصورة واضحت وأتمنى أتمنى أن جماهير النادي الآلي تظل دائما وأبدا الدرع والسيف لكل مسؤول في النادي الآلي طالما ماشي على اللوائح ماشي بالقوانين ماشي دون الخروج على النص ودائما وأبدا يظل كابتن سيد عبد الحفيز طول فترة بقاءه في منصبه مزيد من النجاحات ومزيد من التقلق ومزيد من القيام بواجباته سواء خارجيا أو حتى كمان داخليا في غرف الملابس والتعاون معلابين والأجهزة الفنية نطلع فاصل ومنتظرينكم بعد الفضل ورجعنا لكم دوما وداهما الأهلي خط أحمر وقضية كده وإحنا في الأجازة سمعنا الكلام متناصر فيها ودائر عن فكرة أن النادي الآلي بيفاوض لعبين داخل معسكر منتخب الشباب طيب هل الكلام ده اتقال كده مرسل؟ للأسف تناولتوا بعض القنوات وتناولوا بعض الإعلاميين وبعض اللاعبين وشوفوا الكلام اللي تقال عن نادي الآلي عشان عندنا تعقيب مهم جدا فيه كارثة فيه كارثة في منتخب الشباب ده مصيبة ده مصيبة ده كارثة ده لازم يتحقق فيها على أعلى مستوى ده اسف برضو هنرجع للقصة بتاعتنا اسم البلد اتحاد جده بالزرط ايوه 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 لا كلام أنا مش عارف يا جماعة يعني امتى هنحترم بعض امتى هنحترم بعض سؤال مهم جدا وعجبني جدا هنحترم بعض لما نتكلم بصدق وموضوعية وما نحطش ناس ونتكلم في قصة ونقول ان فيه فريق بيفاوض والتحاد جده طلع وكل ده ليس له اساسا مصحة ونبقى احنا بحجة منع الشوشرة على المنتخب احنا اللي بنشوشر على المنتخب هو ده اللحظة اللي هنحترم بعض فيها هنحترم بعض لما ما حدش يتكلم على نادي اخر في حاجة هو مش طرف فيها ولما ما تبقاش جروبات معمولة على الواتساب هي اللي بتحرك ناس في الميديا بكل قصص مفبركة وليس لها اساس مصحة ساعتها هنحترم بعض انا فجأة كده حسيت ان انت بتكلم شخص زمالكاوي في ميديا زمالكاوي انا يعني حسيت الاحساس ده هو اللي سأل مش كابتا مصطفى يونس تقريبا اه على قناة الزمال اه تمام بس انا بس تفسر انت ممكن الرابط ما بين كابتا مصطفى يونس وقناة الزمال ممكن او كابتا مصطفى يونس وتشير تنادي الزمال اهن كان الموضوع باختصار شديد هيجيب عنه المدير الفني للمنتخب اللي تقال كلام كتير جدا عشان نلصق اي شيء بالنادي الاهلي وهي القصة معروفة القصة ايه الجين بقى بيتلعب ازاي الجين بقى بيتلعب ان بعض الاشخاص بتقود المسألة دي وفيه اعلاميين بينصاقوا وراء بعض الاشخاص اللي موجودين على السوشيال ميديا وبقى امر النادي الاهلي بالنسبة لهم لازم نصدر عنه اخبار مفبرقة لدرجة ان حتى الصور اللي بيتكلم عنها الكابتن جمال عبد الحميد هي صور من مواقع سعودية بالفعل ولكن بتقولي مصادر من داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي او مصادر مصرية بتقول كذا 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 لكن لما تكلموا عن اللعب اللعب وقتها كان تذكرته مسافر لانجلترا وكان ساب المعسكر من يوم سبع واللعب بنفسه طلع حتى ستوري على الانستجرام عنده وقال انا مفيش اي نادي فاوضني ولا اي حد تكلم معايا طب الكلام ده يؤكدوا اللعب موارد اللعب بيتفاوض ووارد ان كابتن امير توفيق بيقول ان انا في السحل الشمالي وحاطة صورة وهو مش في السحل الشمالي طب نروح نسمع الموديل الفني اللي هو مين بقى الموديل الفني اللي هو الكابتن محمود جابر والد الكابتن عمر جابر نشوف الفيديو ونرجع نعق الموضوع بدأ من امبارح تقريبا حتى بعتلي بوست كده نازل على صفحات نادي الزمالك صفحات جماهير عشان بس نقول بعضا من جماهير مش نادي الزمالك خالص بعضا من الجماهير نعم ان في مسؤولين من اندية بيوقعوا مع اللعيب المحترفين وكده مع العلم اني ما عنديش ان لعيب واحد محترف حاليا اللي هو صلاح باشا بس ده العيب الوحيد المحترف الموجود دم الصوف المنتخب وبقيت المحترفين هيجوا بكرة وبعد يعني محدش موجود اصلا صلاح باشا بس ولسه واصل التلات بالليل يعني اول برح بالليل نعم فوجئت بقى ان فيه لعيب اسمه نور البحار كان متواجد معايا المؤسكر بتاعت معالية وقالوا ان فيه حد جي قاعد معاه ووقعوا وكده فانا تواصلت مع اللعيب نعم ما فيش حاجة من دخالت حصلت مع الاسد طبعا حصل عدم تركيز شوية النهاردة اللعيبة كلها بيتكلمه في الموضوع طبعا طبعا اللعيبة كلها بدون استثناء تكلمه في الموضوع لدرجة انا اضطريتها النهاردة لعبين ماتش مبارح وكده كان فيه تدريب خفيف اديت الولاد راحا برضو عشان اطلعهم من الجول وانت رايح بطلط العرب خلال كم يوم يعني البداية مع الكابتن احمد شوير كان بيقوله خلينا نقول ان بعض الصفحات وده اللي نقوله بعض الصفحات ولكن الامر تحول لفين ان قناة نادي الزمالك بتعلن نفس الامر ان فيه لاعبين بيتم التفاوض معهم من خلال النادي الاعلي والناس شايفة ان ده كارسي برغم انت لو قلت لهم ان احمد رفعت نفسه الوكيل بتاعه خرج قبل كده مع براهيم فيه وقال ان هو هربه من معسكر المنتخب الولمبي عشان يوقع للنادي نادي الزمالك هتقول الامر هيعد مرور الكرام لكن عند النادي الاهلي ممكن نفتعل الازمة الازمة بس ما كانتش للنادي الاهلي لا الازمة كمان كانت للفريق نفسه للشوشرة اللي حصلت للمنتخب نفسه اللي خلت الكابتن محمود جابري يقول اللعيبة بدأت تتكلم بشكل كبير جدا فدتهم اجازة عشان يرجعوا وهم فصلين من الموضوع ده طب مين اللعب صلاح باشا اللي تقال ايضا ان النادي الاهلي بيتفاوض معاه الكابتن احمد شبير جابه بعد المداخلة دي فمداخلة على التليفون والرجل قال انا لسه اوصل اول امبارع وما فيش بينه وبين اي نادي مصري اي تفاوض اذا الموضوع ايه الموضوع كسبة كبيرة جدا بيتروح ياخدها بعض المواقع عشان نصدر بعض الازمات الاعلامية للنادي الاهلي ودورنا هنا ان احنا نكشف اللعبة دي نشوفكم بعد الفصل وفي اخر فقراتنا في الاهلي خط احمر اكيد في حاجة كده سريعا نخطى معاكو ملك الحصريات المفبركة المصربة مهيب عبد الهادي اكيد انتوا عرفتوا واللي طلع بخبر قبل مباراة النادي الاهلي كعادته يصدر مشكلة للنادي الاهلي وياخد جمهور النادي الاهلي في حتة تانية عشان هو ده اللي دايما بيعمله وبالفيديو وبالتايم لاين وبمواقف كتير جدا ميب عبد الهادي اللي طلع اتكلم عن ان حسين الشحات في نادي الزمالك قبل مباراة النادي الاهلي بأيام على الجانب الآخر كان بيعمل دور مختلف تماما في قصة المنتخب بتاع الشباب والتفاوض هو ده اللي هتشوفوه في الفيديو المهم جدا ان الزمالك فتح خط مع حسين الشحات حسين الشحات في يناير القادم يحق له التوقيع مع اي نادي عقده بيخلص الزمالك دخل على الخط مع حسين الشحات وعرض عليه 14 مليون جنيه في السنة ده كلام يعني من مصادرنا الخاصة النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هيجدد لحسين الشحات حسين عايز 17 مليون من النادي الاهلي وهو عقده 12 يعني عايز يتساوب علي معلومة وطبعا النادي الاهلي جايب حسين الشحات بفلوس كتير جدا زمالك عرض 14 وهو عايز 17 من النادي الاهلي إيه اللي هيحصل لفترة الجاية؟ هنتفرر ونشوف حلوة يا مهيب وملعوبة زي بتاع الطرق حمد في الاهلي كده وهو في السعودية دلوقتي بس ممكن حد يجي يقول المعلومة دي مع الوقت هو بيرميها وممكن تصدق هل ده بيحصل؟ لا هو بيحصل ونو بيرمي المعلومة لكن ما بيحصلش انها بتصدق الحقيقة يعني هو الأستاذ مهيب عبدالهادي دائما معلوماته بتكون متعلقة بالنادي الاهلي حسين الشحات يمضي في يناير القادم فييجي يعني يفجر القصة دي عشان قبل مباراة القمة فالناس تنتبه ولكن تاريخنا مع تصرحات مهيب عبدالهادي هو تاريخ من التصرحات السليمة اللي بتثبت مع الأيام صدقاء ده احنا عندنا وقعة شهيرة جدا 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 ممكن نشوفها في الفيديو ده هيرجع فين فيلر؟ هيروح بيرميد هل فيلر سيكون مديرا فنيا لبيرميد؟ بقول هالكو ايش هو الراجل سبحكته هنا وذهب وعودة فأنا بجيب من الآخر بجيب من الآخر هل يكون فيلر مديرا فنيا لبيرميد؟ هو حر خلاص مشي أهلي قالوا سمع عليكم مش الأهلي اللي مشاه مش الراجل كان عايز يعد والأهلي مرضيش والأهلي مشاه هو حر يروح فيها حتة خلاص مش قصتنا عشان بس ايه الكلام الكتير بلاش الجملة التانية يعني عشان ايه بلاش الكلام الكتير لكن في حقائق وما بقول كلمة بتقف الزور وبعد شهر ولا شهرين بتنزلوا بتتبلعوا بتبقى زي الفل ها؟ أنا مما سألت هالفايلر هيلعب مع الأهلي ويكون مدير فني مع الوداد ما الدنيا تقعدتش هو الشنطة لسه في الفندق بتاعت ريني فيلر اللي هيرجع يوم الحد يدرب نادي بيرامد ولا هو غلط ريني فيلر وقطع تيكت الطيران بتاعه على فرع الفندق في اليابان يعني عشان نبقى فاهمين بس على فرع الفندق في اليابان فهو مبدئيا أنا عارف ان انت هتكون مبسوط بالفقرة الصغيرة دي حتى وان كان معلوماتك غير دقيقة لانك اكيد زهرت على شاشة نادي الآلي لكن حابين نوضح نقطة مهمة جدا دائما وابدا بنتناولها هنا من خلال البرنامج ان قيمة الزهور بتأتي على شاشة نادي الآلي ليس من قيمة الاشخاص بقدر من النهاية من قيمة النادي الآلي ومن يتجاوز في حق نادي الآلي ومن يخرج تصريحات ممكن يعني تكون مغلوطة فبالتالي من حقنا ان احنا نرد فابدمنحه فرصة ان هو يظهر على شاشة النادي الآلي اعظم نادي في الكون نتمنى تكون حلقة النهاردة عجبت حضراتكم ودائما وابدا ان شاء الله سيظل النادي الآلي خطى سلام